طيب أفواهكم بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد الثاني على حب محمد وآل محمد لقضاء الحوائج وشفاء المرضى الثالثة بأعلى أصواتكم ليس البخيل كما يقول نبينا ذاك الذي مات الندى بيديه ليس البخيل كما يقول نبينا ذاك الذي مات الندى بيديه يا إخوتي إن البخيل هو الذي ذكر النبي ولم يصلي عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم الحمد لله الذي خلق الخلق من تراب وفاوت بينهم في العلوم والعقول والآداب قرب أقواما وأبعد آخرين وأذل من شاء بالمعاصي وأعز من شاء بالطاعة والتمكين كشف عن أبصار بصائر أوليائه الحجاب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأحمده حمدا يفوق العد والحساب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله الذي من علينا بمحمد النبيه وبعلي وصيه صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية السلام عليك أيها الباقر بعلم الله السلام عليك أيها المبين لحكم الله السلام عليك أيها الحبل المتين السلام عليك أيها الفضل المبين ورحمة الله وبركاته أساتذتي أيها الضيوف الكرام من داخل العراق وخارجه أيها المحبون لآل محمد أينما كنتم حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في ضيافة من تتشرف بخدمته الملائك سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام بسرور بالغ وشرف رفيع تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة مركز الصادقين عليهم السلام للبحوث والدراسات والتحقيق وضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولية الثاني مؤتمر الإمام الباقر عليه السلام الدولي الثاني جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان وتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران على بركة الله نبدأ هذا المؤتمر بتلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم ننصت إليها بصوت قارئ ومؤدن العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية الأستاذ ليث رحيم العبيدي يتفضل محياً بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ قَالُوا سَلَامًا إِنَّ عَذَابَهَا أَكَانَ غَرَامًا قَالُوا سَلَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءَ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ صَلُوا عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وفور الشكر والامتنان لقارئ ومؤدن العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية القارئ الأستاذ ليث رحيم العبيدي على هذه التلاوة الطيبة طيب الله أنفاسكم وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والعافية إلى الذين انتقلوا إلى جنان الخلد مضرجين بدمائهم الزكية لشهدائنا الأبرار من قواتنا الأمنية وحشدنا وإلى روح علمائنا الأعلام نقف إجلالا لهم لقراءة سورة المباركة الفاتحة شكرا نبقى على هذه الوقفة المشرفة لينشد على مسامعكم الكريمة نشيد العتبة العباسية المقدسة الموسوم بلحن الإباء أبا الفضل يا فارسا لا يلي تذل المنايا ولا تستكي أبا الفضل يا فارسا لا يلي تذل المنايا ولا تستكي فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت العباء وقد كنت جيش الفدى للحسين وقد كنت جيش الفدى للحسين حسنتم تفضلوا يا من تحير كيف يملأ وقته إن متعبا أو كنت لست بمتعبي أرح الفؤاد من الحياة وهمها واملأ فراغك بالصلاة على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نبقى وإياكم مع كلمة الافتتاح لللجنة العلمية والتحضيرية للمؤتمر يلقيها سماحة السيد أثير الشريفي المحترم يتفضل محيا بالصلاوات العاليات على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على جميل نعمه وعظيم كرمه وجزيل عطائه الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والحمد لله الذي يرفع الذين أوتوا العلم درجات والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله السادة الكرام بهم فتح الله وبهم يختم فهم مصابيح الدجا وخير الورى والعروة الوثقى هم محمد وآل محمد الله سلام من رحاب ضريح العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين أوجه سلامي إليه فسلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يبن أمير المؤمنين أصحاب السماحة والفضيلة الأساتذة الكرام الأخوة والأخوات جميعا مع حفظ الألقاب والمقامات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله أيامكم ولياليكم بعيد الغدير أيد الله الأكبر إذ كمول به الدين وتمت النعمة بإمامة مولى الموحدين وسيد الوصيين ويعسوب الدين إمام المسلمين وقائد المتقين هذا أسد الله الغالب علي بن أبي طالب حجة الله على العالمين بعد النبي سيد المرسلين أبي القاسم محمد باسم مركزنا مركز الصادقين عليهم السلام للبحوث والدراسات والتحقيق التابعي للعتبة العباسية المقدسة ورحبوا بجميع الحضور الكرام في هذا المؤتمر مؤتمر الإمام الباقر عليه السلام باقر علوم الأولين والآخرين في ضمن سلسلة مؤتمرات متتابعة متتالية في الآئمة الطاهرين عليهم السلام لعلنا نؤدي شيئا من حقهم ونحن نجتمع في رحاب أهل البيت عليهم السلام في أسبوع الإمامة لننهل من سفرتهم سفرة العلم والمعرفة ونقف على عظيم سيرتهم مع العلماء والباحثين الذين خطت أناملهم بحوثا في ضمن محاور متعددة للوصول إلى كل جميل في عظيم شأن أهل البيت عليهم السلام وما أسبوع الإمامة الذين عيشوا أيامه ونحضروا بتوفيق الله جلساته إلا هو وفاء لعشر معشار حق أهل البيت عليهم السلام علينا علنا نبلغ به عند الله تعالى فضلا وفي بيان مقامهم علما وإني لأرى في جمعنا هذا ونحن نجلس في رحابهم عليهم السلام أبرس المصاديق لقول الإمام الصادق روحي له الفداء لبكر بن محمد تجلسون وتتحدثون قال نعم جعلت فداك قال عليه السلام إن تلك المجال سأحبها فأحي أمرنا ويبين إمامنا الرضا روحي له الفداء ما هو إحياء الأمر فيقول فأحي أمرنا إن تلك المجال سأحبها فأحي أمرنا رحم الله عبدا أحياء أمرنا فقلت له وكيف يحياء أمركم قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا فأقول لسادتي أئمتي عليهم السلام ها نحن نجتمع ونتعلم علومكم ونعلمها الناس فاذكرونا عند الله تعالى أن يشملنا برحمته وأن يحشرنا معكم وتحت لوائكم مع جدكم المصطفى محمد الله صلى الله عليه وسلم أضع بين أيديكم جهد مركزنا الذي دام قرابة ستة أشهر بلجنتي العلمية والتحضيرية التي هما جزء من اللجنة العلمية والتحضيرية لمؤتمر أسبوع الإمامة وإجمالا فقد قدم لمركزنا من البحوث فيما يخص إمامنا الباقر خمسة عشر بحثا وكانت من ثلاث دول من العراق استلمنا ثلاثة عشر بحثا من إيران كان هناك بحث واحد ومن تونس بحث واحد وقد تم تدقيقها من قبل اللجنة العلمية آخذين بنظر الاحتبار الشروط الخاصة بالبحوث المقبولة في مؤتمر أسبوع الإمامة وقد قبل منها عشرة بحوث وختاما أتقدم بالشكر والثناء لكل العاملين في هذه المؤتمرات مؤتمرات إحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام أسبوع الإمامة بشكل نعام وأتوجه بالشكر والثناء للقائمين على هذا المؤتمر مؤتمر الإمام الباقر بوجه خاص وأخص بالذكر سماحة السيد الأجل المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي أذام الله توفيقاته وكذلك نشكر السيد الأمين العام للعتبة العباسية أذام الله توفيقه ولا يفوتني أن أشكر الإخوة الباحثين الكرام الذين بذلوا وقتهم في خدمة أهل البيت عليهم السلام كي يستخرجوا لنا دررا من سيرتهم وعلمهم وشكرا لكل من حضر من الضيوف الأكارم من داخل العراق وخارجه وللجميع وبلا استثناء وباسم مركزنا مركز الصادقين للدراسات والبحوث والتحقيق نقول شكرا لكم فقد أزهر المؤتمر بحضوركم ومشاركتكم ومن جوار السيد الساقي سيدي ومولاي أبي الفضل العباس أرفع يدي داعيا للجميع بدوام التوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شكرا جزيلا لسماحة السيد أثير شريفي المحترم على هذه الكلمة الطيبة ونحن في هذه المجالس نجتمع على حب آل محمد هذه المجالس الطيبة التي لله فيها رضا وللحاضر والمستمع فيها أجر وثواب على بركة الله نبدأ هذه دعوة لسماحة الشيخ جاسم الوائلي لإلقاء كلمته البحثية وهذه دعوة أيضا للدكتور حكيم السلطاني لرئاسة الجلسة البحثية من بعده نستقبلهم بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل اللهم على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك فصلي عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من درية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين أساد الحضور أصحاب الفضيلة والسماحة الأساتذ الأفاضل الأستاذات الفضليات أرحب بكم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ على بركة الله افتتاح مؤتمرنا العلمي عن الإمام الباقري عليه السلام ونبدأه بالبحث الافتتاحي الموسوم بدور الإمام الباقر عليه السلام في التثقيف لمرجعية الفقهاء لسماحة الشيخ جاسم الوائلي وهو أحد أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرفي أدعوه متشرفا ليتحفنا مما أفاض الله عليه من علمه فليتفضى المشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين للتصحيح فقط أنا لست من الأساتذة فإن عنوان الأساتذة الحوزة هو عنوان خاص ومرتبة خاصة لا أدعيها واقعا وليس تواضعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين دور الإمام الباقر صلوات الله عليه في التثقيف لمرجعية الفقهاء المقصود بهذا العنوان هو إخراج مرجعية الفقهاء من النظرية إلى التطبيق باعتبار أن المؤسس الأول لمرجعية الفقهاء هو القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون هذه الآية الشريفة تدل على مرجعية المتفقهين في الدين على كلا تفسير الآية الشريفة ولكن من فسرها بأن هذه النفرة هي النفرة إلى الجهاد وأن الآية تقول ما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة الكل يذهب إلى الجهاد لابد من جماعة تتفرغ للتفقه في الدين وأولئك الذين نفروا إلى الجهاد حينما يرجعون يأخذون تعاليم ومعالم دينهم من الذين تفقهوا على النبي صلى الله عليه وآله فصار للمتفقه المرجعية بنص هذه الآية لمن لم يتفقه على رسول الله صلى الله عليه وآله وهناك تفسير آخر وهو أن النفرة ليست النفرة إلى الجهاد بل النفرة من الأقطار والقصبات والمدن إلى المدينة أن يأتي الجميع إلى مدينة رسول الله لكي يأخذوا معالم دينهم هذه قضية ما ممكنة وما كان قضية ما لا تكون يعني لا العملية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من كل بلدة من كل جماعة من كل قرية فرج مع طائفة الطائفة من ثلاثة إلى تسعة في اللغة العربية ولكن هنا لا يراد المعنى النحوي يعني فرج مجموعة صغيرة بنحو لجوب الكفاء هؤلاء يذهبون إلى المدينة يتفقهون على رسول الله صلى الله عليه وآله وحينما يرجعون إلى قراهم وبلداتهم يصيرون مراجع للناس الذين لم يذهبوا إلى المدينة وعندنا رواية كثيرة من هذا القبيل يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له سيدي أنا شقة بعيدة مثلا وقد أحتاج في بعض المسألة أنا مو في كل مسألة أحتاجها أجي إلى المدينة خصوصا في ذاك الوقت اللي كان وسائل النقل عبارة عن أجلكم الله البعير والفرس وما إلى ذلك يقول له أفيونس بن عبد الرحمن فقه أخذ منه معالي مديني يقول بلى ويقر الإمام ويشرع لمرجعية يونس بن عبد الرحمن فالمقصود من التثقيف لمرجعية الفقهاء هو إخراجها من النظرية ومن مجرد التأسيس القرآني إلى واقع خارجي بحيث الإمام نفسه صلوات الله وسلامه عليه يضع ويحدد بعض أصحابه ليكونوا مراجعا ليس للشيعة فقط مراجعا لكافة المسلمين والإمام على قيد الحياة يكونوا مرجعا لهم في المدينة وبيت الإمام قريب من بيت هذا المفتي بحيث يذهبون إلى المفتي والإمام إلى جوارهم ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى الإمام وفي ذلك تشريع من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لحجية الفتوى وأن قول الفقيه حجة حتى مع التمكن من مراجعة المعصوم يعني لو كان اليوم في عصرنا أكون معصوم ما بنا واحد يرجع للفقهاء يقول المعصوم يمي ليش أروح للفقيه لأن الفقيه يخطئ ويصيب الإمام يقول لا المرجعية تكون للفقيه حتى في حياة الإمام ووجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذن المقصود من هذا العنوان التثقيف لمرجعية الفقهاء هو إخراجها من النظرية إلى التطبيق والإمام يشخصها في أشخاص معروفين من كبار فقهاء أصحاب أئمتنا عليهم السلام ولكن قبل الخوف في ذلك لا بأس في تسليط الضوء على مسألة مهمة ولتكن هذه تمهيدا للبحث وهي أن أدوار الأئمة عليهم السلام على قسمين أدوار مشتركة يكلف بها كل إمام من الأئمة الاثنين عشر يطلع بها جميعا كل إمام منهم وهناك أدوار خاصة تناط ببعض الأئمة دون بعضهم الآخر من الأدوار المشتركة القيموم على الدين فالإمام المعصوم في عصره هو القيم على الدين ومعنى القيموم أن يكون هو المحافظ على الإسلام المحافظ على الشريعة من التحريف من التزييف وما إلى ذلك في مقابل الذين يؤولون الشريعة يحرفون الشريعة يزيفون الشريعة بمحاولات وقعت تاريخيا وما زالت تقع فيكون الإمام هو الحامي للدين والحارس للدين والقيم على الدين هذا الدور قد أنيط بجميع الأئمة عليهم السلام وهو من الأدوار المشتركة وقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي تعرفونه العلماء ورثة الأنبياء في ذيل الحديث يعلل الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قضية أخذ العلم من أهل البيت يقول فإن فينا أهل البيت في كل خلف في كل جيل فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه أي عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هذه من أدوار الأئمة عليهم السلام المشتركة ومن الأدوار المشتركة والمهمة بين الأئمة عليهم السلام بيان معالم الدين وشرح ما أجمله الكتاب العزيز والسنة المطهرة والمقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فإن السنة هي كالقرآن أيضا فيها مجمل وفيها محكم وفيها متشابه وبعض البيانات تكون تفسيرا لبيانات سابقة فمثلا تأتينا آية مجملة لا يفسرها النبي صلى الله عليه وآله ويترك تفسيرها لأمير المؤمنين عليه السلام لأن الأمة ستحتاج إليها في زمن أمير المؤمنين أو أن أمير المؤمنين عليه السلام يترك بيانها إلى زمن الإمام الحسن عليه السلام لأن الأمة ستحتاج إليها في زمن وهكذا بقيت عندنا مجملات في الكتاب العزيز في السنة المطهرة تحتاج إلى تفصيل وإلى بيان وهناك تفصيلات تحتاج إلى تفصيلات أخرى يعني شبه حديث يفسر آية بتفسير معين يأتي حديث آخر يفسر هذا الحديث الآخر ويعطيه مساحة أوسع مثلا تسمع في حديث أن الأسماء مثلا الذي علمها الله عز وجل لآدم هي أسماء أهل البيت عليهم السلام في حديث آخر تستفيد من أن ذاك الحديث الذي خص قضية تعليم الأسماء بأهل البيت هذا لا على نحو التخصيص بل على نحو أن هذه أبرز وأشرف المصادق وإلا فإن الله عز وجل قد علم آدم حتى اسم البصاط أن هذا اسم بصاط علمه أسماء كل شيء فهذا الدور دور البيان والتفصيل والشرح لما تقدم من النصوص هذه من الأدوار العامة المناطة بجميع الأمة عليهم السلام ولهذا برزت عندنا ظاهرة نستطيع أن نعطيها عنوان ليس حيث تذهب ليس حيث تذهب يجي واحد الإمام عليه السلام يقول له مثلا نقل عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله أن اختلاف أمتي رحمة فإذا كان اختلاف الأمة رحمة فاتفاقها إذن نقمة الإمام يقول ليس حيث تذهب أنت ورح ذهنك رح ذهنك إلى الاختلاف وين في الرأي إذا كان الاختلاف في الرأي رحمة فالاتفاق في الرأي إيش يصير يصير نقمة ليس حيث تذهب وإنما عنا بالاختلاف هو الاختلاف إلى أهل البيت علم السلام فإن الاختلاف باللغة العربية كما يأتي بمعنى الاختلاف الرأي وغيره يأتي بمعنى التردد على الشيء أو التردد على الشخص أو التردد على المكان فهذا الاختلاف إلى أهل البيت هو الرحمة للاختلاف فيما بينهم بالآراء هذه الظاهرة ظاهرة تفسير الحاديث بيان الحاديث النصوص القرآنية هي من الأدوار المشتركة وفي هذا المجال ورد في الكافي الشريف بني الإسلام عن إمامنا الباقر صلى الله عليه الصحب هذا المؤتمر بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية والراوي طبعا زرارة قال زرارة ابن أعين فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل ليش مولانا يقول لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهم إذن مو كافي أنت عندك في القرآن صلاة وصوم وحج وزكاة هذه كلها يكون تاخذ تعاليمها وتاخذ أحكامها وتاخذ كل ما يتعلق بها من أهل البيت عليهم السلام وهذا دور مناط بالجميع أيضا وأما الأدوار المختصة فهناك أدوار قد أنيطت في بعض الأئمة دون بعض من قبيل ما أنيط بإمامنا الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه من أن دوره يقتضي الخاص أن يصالح ويهادن معاوية تقديما للمصلحة العليا للإسلام وإن اقتضى الأمر أن يسلم إليه الحكم وهذه قضية لا يتحملها إلا ملك مقرب أو رسول أو كما لقول وصيون أو مؤمن امتحن الله قلبه للإمام لذلك أكثر الشيعة لم يتحملوا هذا الموقف من الإمام صلوات الله عليه حتى قال له بعضهم السلام عليك يا من أذللت رقابنا الآخر يقول السلام عليك يا مذلل المؤمنين والإمام يستقبلهم برحاب الصدر وبكل هدوء يقول له لا عليك يا فلان انزل انزل من على راحة تك تعال اجلس هنا ماذا قلت آنفا شنو قلت قبل قليل قال قلت السلام عليك يا من أذللت رقابنا قال أنا ما أذللت رقابكم وإنما صالحت بقيا عليكم وإن الذي صنعته لهو خير لكم مما طلعت عليه الشمس ومن يجمع هذا التراث الوارد في صلح الإمام الحسن عليه السلام وقد شاركنا فيه في أحد المؤتمرات التي قيمت لذكرى الإمام المشتبى صلوات الله عليه يخرج بنتيجة واحدة وهي أنه لا بديل عن المصالح لا بديل عن تسليم الحكم لمعاوية لعدة أسباب وعلل إحداها أن تسليم الحكم إلى معاوية كان عقوبة لهذه الأمة وأن هذه الأمة كانت بحاجة إلى حاكم مثل معاوية أم لا تستحق أن يكون الحاكم مثل الحسن صلوات الله وسلامه عليه وفي بعض النصوص تصريح أن الإمام لو قاتل معاوية لن تهى الأمر في النهاية وفي آخر المطاف بانتصار معاوية ويتم بعد ذلك أسر الإمامين الحسن والحسين عليهم السلام ثم يكون معاوية مخيرا بين قتلهما أو أن يقول لهما اذهبا فأنتما الطليقان اذهبا فأنتما الطليقان فينزع لقب الطلقاء من آل أبي سفيان ويلبسه لأهل البيت ويبقى عارا على أهل البيت وشيعتهم إلى يوم القيامة ولا يوجد شيء على وجه الأرض يرضى أن يقال للإمام الحسن أو الحسين أنه طليق ويتمنى ألف صلح على أن يقال للإمام طليق وهكذا من الأدوار الخاصة ما أنيط بإمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يرفض البيعة ويخرج إلى مكة ومن مكة يستجيب إلى دعوات الكوفيين ويذهب إلى الكوفة وهو يعلم أنه مقتول لينتهي به المطاف في تلك الصورة من الشهادة التي رسمها الله سبحانه وتعالى لسيد الشهداء والثلة من أهل بيته وأصحابه لعلمه تعالى أن هذا الدين لا يمكن أن يحياه ولا يمكن أن ينقذ من بني أمي اللي كان مخططهم الأساسي طمس الدين وإعادة أمجادهم الأولى وإعادة الناس إلى الجاهلية الأولى لم يكن هناك أي حل وأي سبيل لإنقاذ الدين إلا بقتل الحسين عليه السلام مع تلك الثلة الطاهرة بتلك الطريقة وتلك اللوحة التي رسمت في كربلا ليبقى هذا الدين حيا إلى يوم القيامة فكانت كربلا كما أرادها الله سبحانه وتعالى ومن الأدوار المختصة ببعض الأم معلم السلام مختص الله به إمامنا الباقر وإمامنا الصادق صلوات الله عليهما وهو التفرغ منهما تماما لنشر علوم محمد وآل محمد ولو أدى ذلك إلى أن يعتزل عالم السياسة اعتزالا تاما بكل ما للكلمة من معنى فإن الدخول في السياسة في ذلك الوقت يعني طلب الخلافة لا شيء آخر لا يوجد شيء اسم سياسي في ذاك الوقت يدور وزارة أو حتى يصير قائد شرطة أو شيء من هذا القبيل السياسة في ذاك الوقت السعي للسلطة إذا كان عندك حركة في ذاك الوقت حزب عندك يعني أنت تريصي الخليفة المسلمين أي تحرك سياسي هذا معناه وأي حركة من الإمامين الباقرين كانت تعني تعريض حياتهما للقتل والتصفية وبالتالي ذهاب الدين واندثار شريعة سيد المرسلين فكان من الاستحقاقات وضريبة بيان علوم أهل البيئة عليه السلام بشكل كامل أو فلنقول مهما أمكن وببيان أكثر قدر ممكن من علومهم كان استحقاق ذلك أن لا يتدخل الإمام في أي جنبة سياسية ولا يكتفي بذلك بل يحاول الإمام أن يوحي للخليفة بأني لا شأن لي بالسياسة بأي طريقة حتى وصل الأمر بإمامنا الصادق وهذه أيضا تحتاج إلى قلوب مؤمنة حتى تتحمل هذا المشهد إذا نحن مع الأسف كثير مننا ديننا عاطفي دين عاطفة بمو دين عقيدة أن يصل الأمر بإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اللي رفض هو في يوم من الأيام أن واحد يقول له يا أمير المؤمنين ووقف على قدميه وصلى على أمير المؤمنين ووبخ هذا الشخص الذي ناداه بإمرة أمير المؤمنين ويقول لهذا اسم مختص خصه الله عز وجل بعلي بن أبي طالب عليه السلام لا يكون حتى للحسنين فضلا عن الباقر والصادق هو نفسه الذي يعني يوبخ هذا القائل ويستنكر عليه بهذه الدرجة من الاستنكار هو بنفسه يدخل على الدوانيقي يقول له السلام عليك أمير المؤمنين تصور الإمام كم أوغل في التقية مع هؤلاء هذا اللعين لما كان يبلغه عن الإمام بعض الكلام من بعض الوشات بأن الإمام يدبر شيئا ما كان يرسل في طلب الإمام يودي هذا المبعوث ما يقول له تأتيني به على الحالة الذي هو فيه شون موجود الجبلية الإمام خلنا نقول فيه دجاج تلبيت يعني لا بس دجاج وعلى السجاد يطب له يقول له أمير المؤمنين يدعوك يقول له أخلي ردائع يقول له أبدا ما أخليك ما أخليك ويلزم الإمام من كمه هكذا ويأخذه سحبا إلى دار الخلافة إمامك المعصوم يسحبون منه ويذهب بالدجاج ما تبقى ميصه فقط ويذهب يقف أمام الدوانيقي الدوانيقي يقرأ عليه التهم أنت تفعل كذا شي يقول للإمام ما فعلت ذلك والله يا أمير المؤمنين ما فعلت ذلك والله يقسم ويسمي أمير المؤمنين من يتحمل هذا الموقف يقول الإمام الصادق هكذا يقف موقف بعقليتنا هذه المعاصرة حاشاه الإمام سوف يتهم بالجبن ولكن لا يعي أن مصلحة الإسلام العليا تقتضي أن الإسلام أو أن الإمام صلوات الله عليه يتحمل كل هذه المواقف من أجل بقاء شريعة سيد المرسلين وبعبارة أخرى صريحة الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يحاول أن يأكذ أكثر وقت ممكن لبث العلوم إيش قد يقدر يبقى عدل على قيد الحياة يظل يدفع الظالم يدفع الظالم عن نفسه وينشر العلوم ويربي جيلا من الفقهاء يكونون مراجع للناس كاث حتى لغير الشيعة كان محمد بن مسلم الطائفي مرجعا لأبي حنيفة أبو حنيفة كان إذا صعبت عليه مسألة وأغلقت عليه مسألة يأتي بأحد العوام ويقول امضي إلى محمد بن مسلم الطائفي واستفته في هذه المسألة فما يجيبك به ائتني بالجواب هذا يروح يستفتي محمد بن مسلم الطائفي اللي هو من تلامذة الإمامين الباقرين ويجيب النتيجة هذا يأخذ النتيجة ويجاوب السأل وما يقول لأني منين جبت هذا السؤال ليش؟ لأن هؤلاء كانوا مراجع للمسلمين الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أخرج مرجعية الفقهاء من النظرية من التأسيس المجرد إلى كونها ثقافة عامة يذهب أو ينظر إلى أبان ابن تغلب ابن رباح اللي هو أبن أبي رباح اللي هو بكري وائلي يقول له يا أبان اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس الناس كلها مو فقط الشيعة فإني أحب أن يرى في شيعة مثلك ويقول النجاشي كان هذا أبان لغويا محدثا نحويا مفسرا جليل القدر له منزل عند أهل البيت وقدم ومسجد المدينة قريب من بيت الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فما معنى أي أمره الإمام أن يجلس في المسجد ويفت الناس وبيت الإمام قريب من المسجد هذا يعني أن فتوى الفقهاء تكون حجة في حق المستفتي وإن كان بإمكان المستفتي أن يراجع المعصوم يعني ما يحتاج يروح إلى بيت الإمام الباقر وأي دعم أقوى من هذا الدعم اللي بحيث الإمام يقول للشيعة وروحوا راجعوا أبان ابن تغلد من بعده يجي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه اللي يقول للأصحاب هل لكم أما لكم من مبزع أما لكم من مستراح يسيرون منه إلما للمرجع يقول لهم هذا النصري النصري هذا ما يمنعكم من الأخذ منه وهكذا تشوف الإمام ربا زرارة ابن أعين محمد ابن مسلم أبو بصير غيرهم جماعة حتى نص الكش في كتاب الرجال أنه أجمعت العصابة أي علماء الإمامية على أن هؤلاء كانوا أفقه الصحابة وتصح ما يصحنهم وتصديقهم فيما يقولون وأن المرجعية كانت لهم وأن أفقه الجميع كان زرارة يعني إذا الأمة رادت فرث فتوى وصار بها خلافة يرجعون الذولة الستة الستة إذا اختلفوا بناتهم يرجعون إلى زرارة طيب مو الإمام موجود ليش يا أمة ترحوا للستة أصلا والستة إذا اختلفوا ليش ترحوا إلى زرارة أصلا خلو الإمام موجود هذا يعني بالقلم العريض أن المرجعية كانت للفقهاء في زمن الأمة عليهم السلام ومن الخطأ الشائع أن مرجعية الفقهاء بدأت في مرحلة الغيبة الغيبة الكبرى وهذا ما فصلنا الكلام عليه في كتابنا مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم مزيدا من التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين شكرا جزيلا لسماحة الشيخ وهو الأستاذ والمتعلم إن شاء الله في سبيل النجاة على هذا البحث القيم الذي أثار فيه كثير من الأبعاد التاريخية وبين فيه الأدوار العامة والخاصة للأمة عليهم السلام وأن هذه الأدوار بالإمكان أن تكون بعضها للفقهاء وهو تأصيل أعتقد هو جدير بأن يدخل في إسهاماتكم ومناقشاتكم لأننا سنفسح المجال لحضاراتكم من يريد أن يساهم في إثراء هذه المحاضرة القيمة طبعا الوقت جدا محدود أيضا عندنا فقط يعني عشر دقائق نبتدئ أو نأخذ فقط ثلاث يعني مداخلات نعم نبتدئ من سماحة الشيخ تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام مصطفى مصر العاملي شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به وعلى دقة الربط بين العنوان والموضوع بما فصلتم فيه ولكن يمكن أن نتوقف عند مفردتين مما مر في كلامكم المفردة الأولى عندما ذكرتم الأنموذج لأصحاب الإمام عليه السلام الذين كلفوا من الإمام في زمانه بأن يرجع إليهم الشيعة مثل زرارة أو فلان وفلان هناك مرت فقرة في كلامكم أن الإرجاع إليهم كان بزمن الإمام مع احتمال الخطأ منهم وهذا ربما لا يتم في المقام لأنه عندما يكون هناك تكليف خاص لأن التكليف هنا من الإمام لمثل هؤلاء الأفراد كان تكليفا خاصا يختلف عن التكليف العام الذي يفهم من سياق الآية فعندما يكون هناك تكليف خاص من الإمام فهذا يعني أنه لا يمكن لهم أن تكون أحكامهم وآراؤهم مورد خطأ وإلا يكون في ذلك إغراء وحاشى أن يكون لذلك في ذلك إغراء هذه النقطة الأولى المفردة الثانية ذكرتم في سياق الحديث ما مر عن الإمام الصادق وغيره عليه السلام أو الباقر من موضوع الطقية وكيف كانوا يتعاملون وأشرتم إلى أن عدم التدخل في الجنبة السياسية كان بهدف مساهمة في نشر العلوم هنا التعليل نستطيع أن نقول لا وجه لهذا التعليل الدور الذي ارتآه الإمام في هذه المرحلة هو العمل الاستفادة من الجو العام والعمل على نشر العلوم كما هو واضح وليس من باب التعليل لعدم المشاركة في الوضع السياسي شكرا جزيلا لسماحت الشيء السؤال الأول طبعا هناك بحثة في علم الأصول الله أنه قضية الحجية يبحث فيها عن التنجيز والمعذرية أنه في حال الصواب يكون تكون الفتوى منجز وفي حال خطأ تكون عذرا للفقيه والمستفتي وأهل البيت ملتفتون إلى ذلك ملتفتون إلى أن الفقيه قد يخطئ وقد يصيب وحيث لا بديل عن ذلك لا بديل عن ذلك لا بد أن يقع الناس في خطأ هذا الفقيه الموجود مثلا في خراسان والمستفتي في خراسان كيف يراجع الإمام الباقر على السلام والذي في خراسان يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب فما لم يمضي الإمام عليه السلام حتى الخطأ بنحو المعذرية لا يمكن أن تشير العربة كما يقال وأما كلامكم الثاني اللي تفضلت به أهل البيت كانت لهم خصوصية لم يكنوا يسمحون لأهل البيت أن يستفيدوا لا من جو عام ولا غير جو عام حتى لو جعل الجو العام للآخرين أهل البيت لا يعطون هذا الحق والمؤشرات موجودة كثيرة فكان لابد للإمام صلى الله عليه عليه أن يبعث بتطمينات للحاكم بأني لن أتدخل في أي شيء سياسي حتى يستغل الإمام أطول فرصة ممكنة وأطول مدة ممكنة على قيد الحياة لكي يبث علومه في المسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أنا في البداية أسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل الذي تقدم تموه سمحت الشيخ في نظر الإمام الباقر عليه السلام أنا عندي كلام في العنوان وفي المنهجية التي اتبعتموها في الوصول إلى النتيجة في العنوان أنه دور الإمام الباقر عليه السلام في التثقيف لمرجعية الفقهاء هذا الإصطلاح، إصطلاح المرجع الآن يعني في عرف الطلبة ما قام به الإمام الباقر عليه السلام حتى ما قام به الإمام الصادق عليه السلام المفروض أنه في إثبات حجية قول الخبر الأحاد أن هذا راوي وليس مرجع المرجع الآن كإصطلاح المفروض أنه الذي يبذل جهدا لكي يصل إلى فتوى الآن الزرارة، أبان من التغلوب، أي من الأسماء الباقية مجرد أنه يطبق صغرى ما ترد عليه على كلام الإمام عليه السلام ينقل رواية الإمام عليه السلام فلذلك الآن متعارف أنه عندما نبحث في حجية خبر الأحاد يعني تنتقى هذه النماذج على أن الإمام عليه السلام جعل الحجية لأخبار هؤلاء لا أنه جعل الحجية لفتوى هؤلاء هذا واحد أثنياً أن الإمام عليه السلام لا يجعل الحجية للفتوى لذلك الآن عندما نقول أنه الفتوى حجية حجية بحكم العقل لذلك الآن تجعل في أول الأمر يجب الاجتهاد أو التقليد التقليد بأي شيء بحكم العقل المفرض هذا فأن الإمام عليه السلام ثقف لمرجعية الفقهاء هذا أمر أراه غير مناسب باعتبار أن أصلاً يعني فكرة الإمامة وبحث يعني عفوا نشر العلوم الفقهية في بداية متنفسها الإمام عليه السلام أول من بدأ في نشر علوم أهل البيت يعني وكأنه هو الآن يعني تبدأ صورته تنتعش في أثاني الناس فكأن القفز منه إلى الفقهاء في زمانه أمر ليس بالهيين وسح العفو الأمر الثاني المنهجية التي اتخذتمها أنه تكلمتم في البداية يعني في آية النفرة ثم انتقلتم إلى قضية يعني الأدوار المشتركة والأدوار المختصة والقفزة هي كأنه في ذهن حاضرة أنكم ستقفزون إلى أبان بن تغلب وتدعون أن أبان بن تغلب كلمة أفتي في الناس وكأنه أفتي وكأنه هو مفتي ومرجع تقليل هذه القفزات ما أعتقد أنه وصلت إلى يعني بشكل ملعب أسأل الله لي ولكم شاء الله وتوفيق والعافية الإشكال الأول أنتم أجبتم عليه قلتم الراوي يطبق ليس كل راوي مطبق ولد عن الإمام الباقر صلى الله عليه يروي عن جده صلى الله عليه وعليه يقول رب راوي ليس بفقيه ورب راوي أو ناقل إلى من هو أفقه منه فهناك من يروي الأحاديث ولا يستطيع أن يستنبط منها شيئا وهو راوي ثقة ونأخذ منه الحديث ونتعامل مع حديثه على أساس أنه حديث ثقة ولكن لا نعامله كثقيه ومفتي وهناك راوي يروي الحكم الشرعي لما سئل منه لك الحكم الشرعي يقول لقول الإمام كذا يعني استنبطه منه نعم هناك فارق بين الاستنباط في زماننا هذا وما يتوقف عليه من أدوات والاستنباط في زمانهم فهناك ما كانوا بحاجة إلى علم الرجال ما كانوا بحاجة إلى علم النحو لا إلى علم الآداب كلها أغلبها ما يحتاجونها نحن نحتاج إلى علم رجال وآداب وعلم أصول كثيرة لازم ندرسها حتى نوصل إلى عاملة الاستنباط هم كان لديهم الاستنباط سهلا وهذا لا يخرجه عن كون استنباطا غايته أنه سهل بالنسبة لهم وأما بالنسبة إلى الحجية فالحجية مو بالمعنى للباحث الأصولي لما يبحث شنو معنى الحجية أنت عندك ناس عوام لا دارسين أصول ولا كذا هذا يشوف الإمام في بيته وواحد قاعد يفتي وين؟ في المسجد أول ما يتبادر إلى ذهنه أنه أنا شكرا يحل هذا استفتي والإمام شنو؟ الإمام موجود من أشوف الإمام هو الذي يأمره بالتصدي ويقول له أفتي الناس ويفهم من الإمام أنه ما كدع تراجعني إليه هو هذا معنى الحجية بمعنى حتى لو كان يحتمل فيه فتوى خطأ الإمام قد أمضى هذا الخطأ يقول لك هذا المنوال هذا وأنا أنصرف إلى بيتي وأنا مرتاح البال كعامي لأن الإمام هو الذي أمرني بالرجوع إلى قلان وقلان هذا الحجية بهذا معنى المبصر أحسنتم شيخ تفضل وسلم سماحة السيدة اللهم صلي على محمد الواري محمد أحسنتم شماحة الشيخ سيدنا جليل وأحنا نشكر بشاركتكم الكريمة ووقتونا ببحثكم وبإلقاءكم المميز أيضا للبحث ولعله خفى ولم يخفى على رئيس الجلسة أنه سمحت الشيخ عند جملة كبيرة من الكتابات والمؤلفات والمصنفات وقد قضع شطرا من عمره بالتأليف والتصنيف في المجلات العلمية وفي الكتب المستقلة وإلى آخره نشكر وجودكم شيخنا في هذا اليوم قد يقال في بداية كلامكم عن يونس بن عبد الرحمن هناك جملة من الروايات أن الأئمة يرجعون الشيعة إلى بعض الأسماء الحارث بن مغير النصري أو زرارة أو بصير أو أبان أو محمد المسلم الثقافي غيره كثير هذه الروايات لعله يستكشف من عدها أنه إعاز معين خاص إلى هذا الرجل كإجازة إجازة خاصة لهذا الرجل في أنه يفهم ويفقه آراء أهل البيت من قبيل لو رجعنا إلى عالم من العلماء وسألناه عن من يعرف مبانيه الفقهية فلو تعذر عندنا معرفة مبنى من مبانيه الفقهية نرجع إلى بعض طلبته فيعين لنا فلانا أنه يرجعوا إليه أما أن نأتي إلى هذه الروايات ونقول أنها تؤسس لمنصب مرجعية بشكل عام قد يقال أنها لا تدل على ذلك لا أتبنى هذا الإشكال ولكنه يطرح نعم عندنا روايات كثيرة بالرجوع إلى الفقهاء بشكل عام ولكن هذه الروايات التي ترجع إلى رجال خاصين قد يستكشف منها مجرد إجازة خاصة أما إجازة لمنصب عام طبعا التثقيف المقصود به هو الإخراج كما أشرته لعله مكررة المرجعية من النظري المن إلى التطبيق التطبيق يحتاج أشخاص خارجيين وطبق عليهم ما أقعدش أسوي أعدد كل الموجودين ارجعوا إلى فلان إلى فلان لما ندخل في الحساب أن خصوص المورد لا يخصص الوارد إذا أدخلنا في الحساب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد إذا أدخلنا في الحساب تراكم القرائم مثلا إذا الإمام صلوات الله عليه نص على أبان وسكت ما عدنا إمام آخر نص على آخر هنا يأتي ما تفضلتم به أما الإمام الباقر ينص على أبان فلان ينص على يونس آخر على النصري آخر على زرارة آخر على كذا سوف يفهم القارئ أنه لا خصوصية لأبان ولا لزرارة ولا للنصري وإنما الإمام أرجع إليهم لما يتمتعون به من فقاهة وإحاطة بأحكامه للبيت خصوصا هذه اللي سأل الإمام صلوات الله عليه إذا اختلف الشيعة فيما بينهم يقول له انظروا إلى رجلين أبخوا ما سمى الإمام رجلين من أصحابنا قد نظروا في أحكامنا وعرفوا كلامنا انطاموا أصفات عامة ما انطاشوا أسماء أشخاص هذا من مجموع النصوص نفهم أن الإمام المسلام كانوا عادة يرجعون أصحابهم إلى فقهاء أصحابهم لأن أصحابهم عوام وفقهاء كانوا يرجعون عوام أصحابهم إلى فقهاء أصحابهم حتى الرواة من أصحابهم غير الفقهاء الإمام كان يرجح إلى الراوي الفقه باعتبال كما قلنا قبل قليل في التقسيم النبوي رب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم حتى موضوعة الأعلمية كانوا يشتغلون عليها قبل قليل أنا قلت إذا اختلف الناس وين يرجعون للستة الأعلم الستة أعلم المجموعين إذا اختلف الستة يرجعون إلى الزرارة لأنه كان أفقه الجميع فكل المرتكزات اللي عندنا اليوم كانت موجودة في ذاك العصر ولكن شبهت أن المرجعية للفقهاء كانت في زمن الغيبة هي اللي غطت على هذه النصوص ولم تقرأ بشكل جيد وهذا ما فصلته في كتاب مرجعية الفقهاء بالأرقام لمن أحب أن يراجع وينظر فيها شكرا جزيلا لصماحة الشيخ على هذا البحث القيم وله مننا كل الشكر والثناء شكرا لكم لإتاحة هذه الفلسطة وأقدم وأبدع في هذا البحث القيم حفظكم الله أهضر أعاكم أشكرا جزاكم الله يحفظكم إن شاء الله الله يسيدكم الآن مع الجلسة الثانية البحثية وهي عبارة عن أربعة بحوث ستتخللها مائدة إن شاء الله غنية من الأفكار والمفاهيم التي تطرح على أسماعكم المباركة نبدأ مع البحث الأول وهو البعد الإنساني في فقه الإمام الباقر عليه السلام توريث أطفال الذمي نموذجا وسماحة الشيخ خالد جبار غفوري فليتفضل مشكورا سماحة الشيخ هو متحصل على الدكتورانة في الفقه والمعارف الإسلامية التخصص الفقه والأصول من جامعة المصطفى العالمية وهو أيضا له الكثير من الأنشطة العلمية والأبحاث المنشورة وسيرته غنية وحافلة لا يسعنا في هذا المقام أن نسردها كلها فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في البدء أحب أن أذكر بعض المميزات لهذا البحث الموسوم بالبعد الإنساني في فقه الإمام الباقر عليه السلام توريث أطفال الكافري أو الذمي نموذجا أولا إن بحثنا هذا هو بحث جزئي حول مسألة صغيرة لاعتقادي بأننا لابد أن نسير من المفردة ثم اقتناص القاعدة نبدأ من المفردات الجزئية بعيدا عن الشعارات والطروحات الكلية الفضفاضة فاخترت هذا البحث الجزئي جدا ثانيا إن هذا البحث هو بحث تخصصي ثالثا إن هذا البحث في الحقيقة يحاول إبراز وصد الفقه التقليدي والكلاسيكي كما يقال في قالب معاصر فأحيانا نحن نغيب فقهنا من خلال طرحه ضمن قوالب تقليدية لا يفقهها كثير من المخاطبين المنهج المعتمد في بحثي هو نفس المنهج المتداول في حوزاتنا العلمية ولم نحتج إلى التمسك بالاستحسانات الذوقية وغير ذلك بل هذا المنهج الاجتهادي المتداول بما يمتلك من أدوات إثبات تعبدية ووجدانية النقطة الأخرى إن هذا البحث يدور حول نص روائي وحديثي عن الإمام الباقر سلام الله عليه لكن حاولت أن أسلط الأضواء القرآنية على هذا النص الحديثي لاستجلاء مدى الانسجام بين منطق أهل البيت وبين المنطق القرآني وأن هذان الصنوان يسيران معا وليس هو مجرد ادعاء ما يظهر عن أهل البيت من تعاليم في المجال الفقهي أو الأخلاقي أو العقدي كل ذلك ينسجم مع الجو والطرح القرآني النقطة الأخرى إن هذا الحديث وهذه الرواية تعرضت إلى صور محدودة معينة تقدم بها السائل سألها من الإمام الباقر سلام الله عليه أنا فتحت ملفا حول هذا الحديث الملف المتعارف هو المعالجة السندية هل يصح ويثبت سندا أو لا هذا بحث متعارف في كل حديث لكن الملف الذي فتحته لهذا الحديث وهل نجمد على الصور المنصوصة التي وردت في هذه الرواية أو يمكن انتزاع فروع فقهية أخرى انطلاقا من هذه الصور المبينة فحاولت إضافة 12 فرعا فقهيا من هذه الرواية المباركة عدا ما نص عليه في مضمون هذا النص الشريف أصل المسألة ما هي أن السائل يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه نصراني مات ماذا نصنع وصورة المسألة هذا النصراني له ابن أخت وله ابن أخ وله زوجة وله أولاد الإمام يقول له التركة طبعا ابن الأخ وابن الأخت مسلمان ويطبق قانون الحجب المتعارف في الإرث أن المسلم وإن بعد يحجب الكافر وإن قرب مع أن ابن الأخ وابن الأخت من الطبقة الثانية من الإرث يقدمان على الطبقة الأولى على الأولاد طبيعي تقسم التركة على المسلم لكن الإمام يقول هذا لم يكن له أولاد صغار التفت إلى هذه النقطة فإن كان له أولاد صغار هنا الأولاد الصغار ينفق عليهم إلى أن يبلغوا وهذا الحكم ملفت للنظر أنه عندما يحوز الوارث حصته من الإرث لا يكلف بأن ينفق على أحد ينفقان على الصغار إلى أن يبلغوا وربما القضية قد تستمر سنوات ربما تستهلك جزءا كبيرا من التركة أو ربما تستهلك هذه التركة كلها الإمام يقول ينفق إلى أن يبلغوا ننتظر فإن أتموا على الإسلام أسلموا بعد بلوغهم وهذا أيضا عجيب تسلم إليهم التركة وإن لم يختاروا الإسلام لو حينئذ لا يعطون شيء من التركة لكن النفق صرفت صرفت وأنفقت انتهى البحث فيها فقهاؤنا القدماء قدس الله أسرارهم تقريبا كلهم أو جلهم أفتى بهذه الرواية ابن بابوي الصدوق الأول المفيد الطوسي كذلك عندنا ابن البراج الحلبي أبو الصلاح الحلبي ابن زهرة الكيدري يحياء بن سعيد الحلي الخاجة نصير الدين الطوسي الشهيد الأول وجملة من الفقهاء خصوصا القدماء كما ترون هذه الأسماء اللامعاء يمثلون الرعيل الأول أفتىوا بهذه الرواية في الجملة مع تفاوت بسيط في التوسع والتضيق ثم بعد ذلك أول من أبعد هذه الرواية عن ساحة الفتوى المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه وتبعه جملة من الفقهاء وتبعه المتأخرون والمعاصرون وإلى يومنا هذا أنا بحسب فحصي المتواضع لم أجد من أفتى بهذه الرواية أزلت هذه الرواية ومن أزاحها عن ساحة الاستدلال لا لتشكيك في سندها وإنما بدعوة أن هذه الرواية تشتمل على مضامين ملفتة للنظر وبحسب التعبير المتداول عند الفقهاء مخالفة لأصول المذهب ولم يشكك أحد منهم إذ باستثناء بعض المعاصرين حاولوا أن يبرروا عدم الاعتماد وعدم الإفتاء بهذه الرواية مضافا إلى تشكيكات بعض السابقين من المتأخرين طبعا وليس من القدماء من طبعا هناك تشكيكات من قبل المحقق الحلي لكن جملة التشكيكات بل صرح بعض المتأخرين كالعلام الحلي وهو خريت صناعة الرجال وصناعة الحديث صرح ب صحة الحديث سندا على أي اتحال فحرمنا من هذه الرواية وأزيحت عن ساحة الاستدلال في حين أن هذه الرواية تحتوي على مضمون إنساني غريب الاهتمام بالصغير المسلم طبيعي عندنا أما الاهتمام بحقوق الصغير الذن الكافر هذا شيء ملفت للنظار وهذا يستحق بالحقيقة التوقف والتأمل وهذا يسجل كامتياز للمدرسة الفقهية للإمام الباقر سلام الله عليه باعتباره حماية لحقوق الطفل في جانب الإنفاق عليه وفي جانب توقيف التركة إلى أن يبلغ وفي جانب إعادة التركة إليه فيما لو أسلم بعد ذلك يعني ثلاث نقاط هنا لصالح أطفال الذن هناك تشكيكات في هذا المضمون وأجيب عليها وصارت معركة بين الفقهاء بين الرد والآخذ والقبول والنقاش على كل حال التفصيل كله مطروح في البحث الذي أشير إليه مدى انسجام هذه الرواية الشريفة مع المنطق القرآني من جملة المبادئ التي ركز عليها القرآن بالكريم مسألة الفطرة وأن فطرة الناس التي فطر الناس عليها هي الفطرة القويمة فطرة التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الروم الآية الثلاثون وأيضا في آية أخرى حنثاء لله غير مشركين به في تفسير كلتا الآيتين وردت روايتان حسنتا السند عن الإمام الباقر سبحان الله كل الروايتين عن الإمام الباقر يفسر الآيتين بالفطرة بالتوحيد وأن الناس مفطورون على توحيد الله هذا كفكرة عقدية نحملها أخرى أنا لا أريد أن في قاعدة التبعية أقول هنا لا تعمل هنا الإمام جمدها جمد قاعدة التبعية والبحث في قاعدة التبعية في محله أنا أقول هنا القدر المتأقن أن قاعدة التبعية لا تعمل هنا ثم تجميدها أيضا عندنا مبدأ يرتبط بصفات الله تعالى وهو الرحمن الرحيم وأن رحمته وسعت كل شيء هذا أيضا نحمله كمفهوم ثقافي في أذهاننا لا نربطه بالمجال التشريعي في حين هنا نجد تجليا بالرحمة الإلهية في هذا البعدل التشريعي وفي هذه المفردة وإن كانت مفردة صغيرة جدا وجزئية مسألة الاهتمام والاعتناء باليتامة ربما يقول أحد أن هذا المبدأ يرتبط بيتامة المسلمين لكن انظر إلى قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتاما ما تعالى الله الصهاينة ماذا فعلوا مع اليتاما على أي حال هذا هذا لحظ يطرح هذا المفهوم العنايب اليتام باعتباره ميثاق وهذا الميثاق لا يناسبه الاستحباب وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل الميثاق لا يستعمل في المورد الأخلاقي أو الوصايا والنصائح والمواعظ والأمور الراجحة وإنما المفهوم أرفا من لفظ الميثاق خصوصا المواثيق الإلهية ليست قليلة كثيرة تخصيص مسألة اليتاما ورعاية اليتاما بأنوان أنه ميثاق أخذه الله ليس بغض على المسلمين وإنما هذا مبدأ ثابت في الشرائع السماوية فليس من السهولة رفع اليد عن مثل هذا البيان الراسخ وهذا ما ينسجم قد يقول قائل هل تريد أن تستنبط من هذه الآيات لا لا أنا أريد أن أرفع الاستيحاش عن من يستغرب من هذه الأحكام التي وردت في هذه الرواية من ناحية كما أنه هناك مبنى يذهب إلى الوثوق قطعا النص القرآني المؤيد للنص الحديثي هو من موجبات الوثوق بالرواية قطعا وأيضا هناك مبنى ربما يكون غريب أن حجية الروايات مبتنية على مسألة الانسجام بين الرواية وبين النص القرآني وأشار إلى هذا المبنى أحد الأعلام في بحثه الأصولي وأنا لم أعتر له على تطبيق فقهي على أي حال هناك مبنى محترم في مسألة حجية خبر الواحد بعضهم لا يرى الإطلاق فيها وإنما المستفاد من رواية العرض على الكتاب استفاد بعضهم هذا المبنى فهذا ينفع بنحاض هذا المبنى وهناك فروع فقهية 12 فرق في الحقيقة اقترحتها وعلى الباحثين أن في الحقيقة يبحثوا فيها ويعمقوا البحث فيها وأستغفر الله لي ولكم والمؤمنين كافة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لسماحة الشيخ خالد جبار غفوري على هذا البحث القيم الذي تناول به جزئية ولكن هذه الجزئية تؤسس إلى منظومة كبيرة من الأبعاد التربوية والأخلاقية والتشريعية القائمة في التشريع الإسلامي والشيعي خاصة لا شك أن النقاش يثري البحث ودعونا نجعل من هذه المنصة ميدانا للتفاعل والحوار ولكن أيضا مع الاختصار الشديد والأسباقية عادة تكون لمن يفع يده أولا نعم سماحة الشيخ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله مصلى على محمد وآله محمد أشكركم سماحة الشيخ على هذا التفصيل والانطلاق المخالفة لعادة المشهور ولربما أنت يعني مارست القضاء لربما يعني فلذلك يعني فصلت في هذه القضية حقيقة بحثكم مثير جدا ومفيد جدا ومنشط للذهنية وينبغي خصوصا للحوزويين اللي يعتنون بالأحكام بالذات الأحكام المدنية ما تسمى اليوم أحوال الشخصية تسمى أيضا أنه يراجع أمثال هذه الروايات ويدقق في كثير من الأحكام الشرعية لأن هي مثار اختلاف فصل عند فقهاء الطائفة الآن أنتم أظهرتم يعني أنه الفقهاء القدما كانوا يعملون بهذه الرواية ولكن بعد مجيء المحقق الحلي ومن تبعه يعني تراجعوا عن العمل بها يعني بحث حقيقة المعبق لكن أنا أسألكم النفقة على هؤلاء الصغار النفقة على هؤلاء الصغار الذميين من الإرث أم من بيت المال من الإرث من الإرث الله يحفظكم ويرعاكم سماحة الشيخ نستمع للمداخلة الأخرى مع سماحة الشيخ كذلك والإجابة تكون باختصار أيضا لجميع المتداخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشكر لسيد رئيس الجرسة وكذلك لجناب الشيخ الغفوري والشيخ جاسم الوالي رئيس الجرسة لم يوسح لي المجال بالمداخلة بالحقيقة أشكالي وفني صياغي أكثر مما هو علمي لجناب الشيخ جاسم الوالي وكذلك الشيخ الغفوري مشكورا واقعا أنا أتفق معكم في بناء ري القدماء بهذه الفتوى وبالحقيقة مر علي نظائر الانتظار بأطفال الذنبيين والذين لم يعرض عليهم الإسلام بعد ولا بعد بلوغهم هذا مر عليه كثيرا نظائره في الحدائق للمحاق قسف البحراني في حدائقه قدس الله سر الشريف هناك بالحقيقة أغنى البحث كثيرا إشكال إشكال الصياغي على الشيخ الغفوري وكذلك الشيخ الوائلي حفظهم الله هو عدم تبويب البحث البحث يجب أن يكون ملتزما بقواعد البحث العلم يعني يشخص وعين منهجية البحث وكذلك يقسم البحث على فصول أو على مباحث أو على مطالب وتكون فيه خاتم وتوصيات فهو إشكال مداخلة صياغية أكثر مما هي علمية والشكر موصول لكل الوحيثين شكرا جزيلا نعم سماحة الشيخ أحمد بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الإخوة القائمين على فعاليات هذا الملتقى الدولي ونتقدم أيضا بشكر جزيلا لسماحة الشيخ الفاضل على هذا البحث سؤالي شيخنا كأنكم تحومون حول مقاصد الشريعة وروح ومذاق الشارع والقرائن الخارجية لفهم النص وروح النص القرآني يعني تمنينا على حضرتكم أن تقدموا لنا الرواية ومنطوق الرواية وما فهمه الأعلام من الفقهاء في متن الرواية لا أن نذهب إلى مناقشة مثلا القرائن الخارجية أو القرائن التي لا تدخل في صلب البحث فمثلا جنابكم قلتم تعدية الرواية إلى أمثلة ثلاث إلى اثنى عشر مثلا نموذج آخر هو التجريد للخصوصية وكأنه هو ذهاب لهذه المساحة من البحث العلمي هذا الإشكال الذي أحببته أو التساؤل الذي أحببته أن أطرحه عليكم جزاكم الله خير جزاء المحسنين نعم شكرا جزيلا يعني نكتفي بهذا القدر على اعتبار توجد عندنا بحثان أيضا آخران وقد لا يتمتع الباحثون الآخرون بهذه الحضوة من المداخلات شكرا جزيلا لمداخلاتكم فيما يتعلق بتقسيم البحث البحث مقسم من خلاصة ومقدمة ومحاور ستة ونتائج مقسم إلى ستة محاور نعم ولكن أنا باعتبار البحث مطول جدا مطول حاولت التركيز على صلب الموضوع وعلى أهم المسائل وبالنسبة إلى نص الرواية الحق معكم لكن النص مطول نص الرواية أيضا أنا حاولت أن أركز على محل البحث والفتوى التي نريد أن نفعلها ونوظفها في مسألة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الطفل وأما مقاصد الشريعة فهذا لم يطرع على بالي قط بل أنا صرحت بأني اعتمدت المنهج المتعارف المنهج الاجتهادي المتعارف في حوزاتنا العلمية بما يمتلك من قواعد ووسائل إثبات أما ذكري للآيات القرآنية أيضا بررته قلت ما فائدته لطرد الاستيحاش ولإيجاد الوثوق تحصيل الوثوق وأيضا لتحصيل نصاب الحجية بناء على من يذهب إلى توقف حجية الخبر على وجود المؤيد من القرآن الكريم شكرا للجميع شكرا جزيلا لسماحة الشيخ على هذا البحث القيم ندعو له بالتوفيق والسداد الآن مع بحث آخر لسماحة الشيخ محمد علي الصالح فليتفضل مشكورا وهو أحد طلبة العلم في الحوزة العلمية في النجف الأشرف هكذا أصر على أن يقدم وهو بطبيعة الحال كل طالب وأستاذ بحثه احترام المؤمن وحرمته ووجوب ستر عيوبه دراسة في المفاهيم وعقوبات المخالفين وآثارها الاجتماعية في المأثور عن الإمام الباقر عليه السلام عنوان لا شك أنه طويل ولكن يحمل في طياته الكثير من المضامين المهمة تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على عداهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لصدري واسر لأمري واحل العقدة من لساني وفقه قولي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبو الفضل عباس السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته البحث هو كما تفضل جناب الدكتور احترام المؤمن وحرمته ووجوب ستر عيوبه هذا البحث يتناول مجموعة من الأمور منها المفاهيم الواردة في هذا البحث يعني التعريف بعض المفردات الواردة فيها يعني من باب الأمور التصورية وكذلك بيان الأمور المحرمة والأمور المنهية عنها في الشرع لانتهاك حرمة المؤمن والتجاوز عليه والتعدى عليه وبيان عقوباتها وآثارها الوضعية وكذلك الآثار الأخروية وأيضا بحث آخر يعني فصل أو مبحث آخر يتكفل ببيان فضل إكرام المؤمن وأداء حقوقه فالبحث بالحقيقة مرتب على مقدمة وخمسة أبحاث هذا البحث انطلاق من بيان الأرث الروائي الثري الموجود عندنا من النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليه السلام وخصوصا صاحب هذه الجلسة والمؤتمر الإمام الباقر عليه السلام في بياني تربية كما هو عنوان هذا المؤتمر لهذه السنة تربية الفرد والمجتمع يعني عن طريق الأئمة تربية الأئمة عليه السلام للفرد والمجتمع هذا المجال وهذا المحور جدا مهم في الدين الإسلامي هناك عدة طرق للتربية ووسائل للتربية ومحاولات لبيان التربية ولكن كلها تقع في مطبات وفي إشكالات وتتوقف في مجالات معينة وترتكب انتهاكات في مجالات أخرى لكن نلاحظ أن الإسلام جاء بمبادئ ثابتة ومبنية على التوازن وعلى حفظ الحقوق في جميع المجالات وفي جميع الأوقات وهذا أقرب ما يكون سيتم التناول في هذا البحث إلى بياني أنه حث الأئمة عليه السلام وخصوص الإمام الباقر عليه السلام على بيان هذه المسألة احترام المؤمن وإكرامه وعدم إذلاله بل وجوب إكرامه وأداء حقوقه بناء على ثلاث محاور وهي بيان أن هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى وإما يوجب رضا الله سبحانه وتعالى فمن أراد أن يرضي الله سبحانه وتعالى لابد أن يتمسك بكل ما جاء في هذا المجال وجانب آخر يعني يمكن أن يسلكه بعض الناس وهو أنه التجنب هذه المعاصي وهذه الهفوات وهذه الأمور المسيئة للمؤمن بسبب الخوف من العقوبات والخوف من الآثار الجانبية والآثار الوضعية وصنف آخر أو محور آخر هو الرغبة في الآثار الإيجابية والآثار الطيبة المترتبة على هذه الأفعال يعني قضي على عكس ذلك على إكرام المؤمن وحفظ حرمته الأئمة صلوات الله وسلام عليهم بعد النبي صلى الله عليه وآله بنوا لنا سيرة معطاءة كبيرة في تربية الإنسان وأداء حقوقه فكانوا كما أوصوا كونوا لنا دعاة صامتين كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم وما أكثر الشواهد التي اهتدى بها الكثير وأسلم آخرون بسبب أفعال النبي صلى الله عليه وآله والأم عليهم السلام ومنهم الباقر عليه السلام بسبب حسن أخلاقهم وأداء الحقوق وعدم التعدي على الآخرين في أشد الظروف يبقى محافظا على حدود الشريعة ولذلك أوصونا صلوات الله وسلام عليهم بالتزام هذا النهج وهذا بالحقيقة هذه مسألة العلوية التي دعتني إلى كتابة هذا البحث هو شياع هذا الأمر وهو انتهاك حرمة المؤمن والتعدي عليه والتجاوز عليه بشتى الوسائل الآن في المجالس في الدوامين في المقاهي في وسائل التواصل الاجتماعي في القنوات الفضائية في الكتابات من السهل التعدي على المؤمن بسببه وطعنه وظلمه والإساءة إليه والإفتراء عليه واغتيابه وهذا بالحقيقة له مفاسد وله آثار وضعية خطيرة قد تؤدي كما ربما إذا سمح الوقت نستعرض بعض الروايات قد تؤدي إلى قتل المؤمن إلى هدك عرضه إلى تهجيره وكثير من الآثار وقد يستسهلها الفاعل الفاعل يقول أنا أكتب هذه الأمور أو أقولها لأجل المزاح ولأجل الطرفة ولأجل شدة العلاقة بيني وبين شخص آخر ولكن لا ينظر إلى تبعاتها وآثارها الخطيرة بالحقيقة نحن هذا ورد نخصص للإمام الباقر عليه السلام الروايات لكن من باب التمهيد أتبرك بقراءة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله لما حجة وهي الحجة حجة الوداع وقف في منا وفي رواية مطولة يعني فأراد أن يبين هذا الأمر بعد كلام قال أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثم قال طبعا هذا كل مقدمات لبياني عظمة ما سيقوله النبي صلى الله عليه وآله نظير ما قاله الإمام الباقر عليه السلام عن الإمام السجاد عليه السلام أو الإمام الباقر أيضا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام لما حضرته الوفاء أوصاني وقال إياك وظلما لا يجد عليك ناصرا إلا الله فادخر مثل هذه الوصية الخطيرة لآخر لحظات حياته وهذا يبين أهمية هذا الأمر وقيمته العلمية أثاره ثم قال أي يوم أعظم حرمة قالوا اليوم قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا هذا الشهر قال فأي بلد أعظم حرمة قالوا هذا البلد قال فإن دماءكم وأموالكم يخاطب المسلمين وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت يؤكد ويشدد على هذا الأمر قالوا نعم قال يعني من آثار هذا الأمر هو الرجوع إلى الكفر وعن الإمام الباقر سلام الله عليهم من أدخل هذا يضمن الجانبين جانب احترام المؤمن والأداء حقوقه وجانب الإساءة إليه من أدخل على رجل من شيعتنا سرورا فقد أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك من أدخل نستجير بالله من أدخل عليه أذى أو غم يعني هم أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الإمام الهادي عليه السلام في حديث طويل وحرمة النبي والمؤمن أعظم من حرمة البيت يعني الكعبة المشرفة هذا الأمر يعني لابد من الاهتمام بالحقيقة هذا لا أقول مغيب ولكن هناك استخفاف من الناس بهذا الجانب وأحيانا يكون جهل بهذا الأمر فلابد من التثقيف عليه وتوضيحه لكي يكون الناس على بينه وعدم ارتكابه مثل هذه الأمور وقد تكون هذه الأمور التجاوزات والتعديات بأشكال مختلفة قد تكون كما قلت باليد قتل أو ضرب وقد يكون باللسان بسب أو غيبة أو بهتان أو غير ذلك وقد يكون بالقلم قد يكون بإشارة رأس أو إشارة عين وغير ذلك من الأمور وحتى أشد من ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون حتى برمز مثلا يرسل مثل رسالة أو يعجب بمنشور أو كذا فيكون مؤيدا ومشجعا أو مثيرا للفتنة بسبب هذا التصرف ومما ورد في ذلك عن أمير ونعني السلام زلت اللسان أشد من جرح السنان ولعله من ذلك انطلق الشاعر وقال لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات حشاكم يعني فكلك عورات وللناس ألسنوا وعيناك إن أبدت إليك معايب فدحها وقل يا عين للناس أعينوا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول قولوا للناس لعله من الأسباب أو الطرق المشجعة لأداء الحقوق واحترام المؤمن هو بيان الآثار الوضعية والآثار الجانبية والآثار المهمة المترتب على ذلك قد يغفل الإنسان إنه وإذا أسأت إلى أحد ماذا يترتب وإذا اختبته وإذا ضربته لكن لكن لما ينظر إلى الآثار يكون رادي عن هذا الفعل فيقول عليه السلام قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم أو بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أحبب الناس يحبوك فهذه أكو تلازم يعني يكون بين هذه الأفعال تؤدي خيرا تكسب خيرا تؤدي شرا يعود عليك بذلك الأمر ويقول الإمام عليه السلام ما عرف الله من عصاه وورد وأنشده هو سلام الله عليه تعص الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في المقال بديع لو كان حبك صادق لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع كثير من المعاصي والذنوب التي توجب هدك حرمة المؤمن طبعا لست في صدد الإفتاء هذا مجال بيان هذا محرم هذا مكروه هذا مستحب أو واجب هذا موكل إلى محله عند الفقهاء رحم الله الماضين وحفظ الباقين ولكن أبين هذه الأمور غالبا هي تكون محرمة يعني متفق عليها وقد تكون هناك بعض الروايات يعني مثلا فيها نظر من جهة الدلالة من جهة السند ولكن لها كثير من المؤيدات وكثير من الشواهد بل الأدلة الثابتة وليست مؤيدات واردة من طرق أخرى ولكن باحتبار أن بحثنا خاص بالإمام الباقر عليه السلام فنقتصر على ما ورد عنه وربما تكون هناك رواية أقوى أو تكون هناك آية شريفة أو يكون هناك إجماع أو تواتر على المسألة ولكن لسنا في صدد بياني هذا من هذه الأمور يعني الأمور المحرمة والتي يجب التعدي عنها وتجاوزها هي الظلم والأذى ورد عن الإمام الباقر عليه السلام يحشر العبد يوم القيامة وما ندى طبعا الظلم لا يخفى عليكم أيها الأفاضل الظلم له أنواع قد يكون الظلم بكلمة بضرب بقتل أشكال هذا الظلم بسلب الحقوق يحشر العبد يوم القيامة وما ندى دما فيدفع إليه شبه المحجمة يعني قارورة صغيرة فيها دم شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له هذا نصيبك أو هذا سهمك من دم فلان فيقول يا رب إنك لا تعلم أنك قبضتني وما سفكت دما أنا ما قتلت أحد ما تعديت على أحد بسفك الدم فيقول بلى سمعت من فلان رواية كذا وكذا فرويتها عليه فنقلت حتى صارت إلى فلان الجبار فقتله عليها وهذا سهمك من دمه فيكون شريكا في هذا الدم وكذلك ورد أن الظلم في الدنيا ظلمات في الآخرة فيكون يعني مصيره أسود في يوم القيامة بسبب الظلم وكذلك ما تقدم إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله وربما يكون الظلم بأساليب مختلفة هذه اللي قلنا نستسهلها ونستخف بها رواية لعلها غريبة في بابها عن الإمام الباقر عليه السلام يروي عن الإمام السجاد أبيه صلى الله عليه وسلم عليهما يقول أن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي هو وابنه والابن متكئ على ذراع الأب ظاهر أن هذا الاتكاء يعني من خلال ما سيأتي من ذلك الرواية أن هذا الاتكاء بشكل يعني يوجب الاستخفاف بالأب والاستهان به وعدم احترامه واستصغار له وليس من باب مثلا العطف واللين وكذا فيقول يمشي والابن متكئ على ذراع الأب فما كلمه نرى الموقف الذي اتخذه الإمام عليه السلام تجاه هذا الفعل يقول فما كلمه أبي مقتا له حتى فارق الدنيا يعني فهذا شدة الردع وشدة عدم القبول من الإمام عليه السلام وهناك ورد يعني كذلك السب أن سباب المؤمن في سوق وقتاله كفر وهذا ما أكثر من السب في الشوارع في التواصل الاجتماعي في غيرها ولا يهتم لعثاره وقتاله كفر دقيقة وأكل لحمه معصية وحرم مالك وحرم الدم وكذلك الطعن في المسلم وتتبع العثرات والغيبة وكذلك يعني من الآثار المترتبة على ذلك أنه بعض الآثار تقول أنه تتبع العثرات والإساءة والتعدي قد توجب الوقوع في الكفر أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخر الرجل على دينه فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوما ما وكذلك يعني في المقابل هناك آثار طيبة لمن حفظ حرمة المؤمن وأدى حقوقه واحترمه فمن ذلك قال تحبب إلى الناس يحبونك ومن صدق لسانه زكى عمله ومن حسنت نيته زيد في رزقه ومن حسن بره بأهله زيد في عمره والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد شكرا جزيلا لسماحة الشيخ على هذا البحث القيم ولا شك أن الوقت لن ولم يسعف يعني جميع الباحثين في أن يؤدوا ما سطروا في هذه الصفحات الطويلة ولا شك أن البحث موجود لمن يريد الاستزادة والإفاظة شكرا جزيلا شكرا لك أعتقد أن هذه الجهة مغبونة من حيث المداخلات ومن عنده مداخلة نستمع ولكم علي أن أساوي إن شاء الله في الأبحاث القادمة أيضا نعم إن وجدت مداخلة يبدو أن سماحة الشيخ عنده علم بعدم الوجود فأحب الإنصرار نعم شيخنا إذا ممكن على أن لا يكون تعليقا أن يكون سؤال أو استفسار إن أمكن فضل بسم الله الرحمن الرحيم الله مصلي على محمد وعلي محمد كلام الشيخ يعني كأنه يوحي إنه القضية قضية فردية يعني وقطعا هو لا يقصد هذا أظن لا يقصد هذا وإنما يعني على مستوى المجتمعات أيضا يحدث هذا بسهولة عدنه ويسبب مشاكل كثيرة يعني مثلا تأخذ غيبة بلد غيبة قوم غيبة مجتمع يستهان بيها يعني تنتهك حرمتها مع أنه أناس هم مسلمين أو أناس مؤمنين أحيانا مؤمنين بولاية أهل البيت ومع ذلك يعني كان في الزمن الماضي وإلى الآن موجود هذا الشيء فقط يعني حبيت يعني أعتقد هو يقصد يعني أنه على مستوى المجتمعات أيضا هذا السلام عليكم تسمح المداخل السلام عليكم الدكتور علي كارم من جامعة واسط مداخلتي عامة لأكثر من مؤتمر وأكثر من بحث قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأركز على كلمة يهدون فالوظيفة الأساسية للإمام من رسول الله إلى صاحب العصر والزمان هي الهداية وأمرنا بطاعتهم فعرفنا بذلك منزلتهم وطيع الله ورسوله فالقضية ليست قضية فردية كما سمعنا في عشرات البحوث وكأن الصادق يختلف عن الباقر وعن الإمام علي وعن سائر المعصومين وإنما كلهم وفق منهج واحد ورؤية واحدة وهذه التفاصيل والأحداث وحتى الروايات تتعلق بقضايا جزئية لكن ينبغي أن نربطها دوما بأن هذه وظيفة الإمام والإمام يؤدي وظيفة الهداية ووظيفته وظيفة الإمامة وأما التفاصيل فهي بحسب الوقائع فأحببت أن أشير لهذه القضية أن لا تغيبان أحد يعني كل المواقف هي مواقف كأنها لشخص واحد كما عبرانه وبعض الفضلاء جزاكم الله خيرا بس معذرة شكرا بلز أحمق فضل معذرة فقط عرف عن نفسك بل عرف عن نفسك أنا أمامك بسم الله عادل ووكي قسم الشيء الديني في عدو الأباسي المقدس يعني كان بدن الجناب الشيخ عندما يذكر احترام ومن حرمته وجوب ست عيوبي يذكر مصادق الذكر إمام الباقر عليه السلام ياريت يعني ياريت أنه هذا يعني ماذا قال بهذا الصدر هذا أول أمر الثاني أعتقد صار مزج بين المفهوم والمصدق أعتقد يعني يعني باعتبر هو ذكر مصاديق مثل الذهاب يعني هذر النفس أو هذر الأموال باعتبر الظلم وضع الشيء في غير موضع إنسان عندما يطلم مجتمعه يضع مجتمعه يفتر إنسان مو يكون صالح لا يهذر يعني لا يسرق لا يهذر دماء الآخرين ظلما الظلم كما يقول علماء الأخلاق وضع الشيء يعني سنكون عدة يعني أصلاف أظلم ظلم إنسان نفسي ظلم إنسان العيالي ظلم إنسان المجتمع هذر المفاهيم أم مصاديق الآن تتحدث عنه لا أنا دأذكر بالخصوص بطرح الشيخ اللي طرح نعم أعتقد صار مزج بين المفؤول ومصدر ذكر نتاج ظلم جناب الشيخ فاللي ذكر ظلم إنسان المجتمع لنفسي هذا اللي حبيت يعني أحسنت وحقيقة البحث بحث رائع جدا لكن ياريت إنه مبين مثل ما بيت بالطرح الأول يعني الإمام ماذا قصد بذلك ماذا أراد الإمام وما هو يعني طرح إمام من ذلك ما هي الأمثلة التي طرح الإمام إذا كان هناك أمثلة بيّن إمام وجزاها الله خير وأفرد الله يحفظكم سمحت الشيخ خدمتكم أكيد إنه الوقت فهرستها من هذه الأمور هي الغيبة التعدي بالسب كذلك القتل النميمة هتك العورات الطعن في يعني في نفس الإنسان وحرمة الإنسان هذه كلها يعني من المصاديق التي وردت على لسان الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم وهذه تؤدي أو تدل على التعدي على حرمة المؤمن وهتك حرمته والتجاوز عليه وعدم المحافظة عليها وأما الظلم فهو الظلم أحد المصادير صحيح أنه مفهوم عام ولكن أفردته بعنوان لشدته ولخطورته وإلا هو الظلم يشمل القتل ويشمل الضرب ويشمل السب ويشمل الإشارة ويشمل سلب الحق وهذا مفهوم عام لا شك لكن ويضا المصداق بحسب المفاهيم أعلى منه وهكذا المصداق والمفهوم لا يتنافيان المفهوم هو أمر عام كلي ينطبق على كثيرين والمصداق هو المفردات الموجودة في الخارج فهذه محققات له ومنجزات له فلا شك أنه لا يتعدى عن ذلك طبعا كثير من المفاهيم موجودة ومن ضمنها تتبع العثرات وحتك العرض وكذلك الإساءة وكذلك أحسنتم شكرا أزاكم الله خيرا حياكم الله ونعا سأكون دعا وأعتذر عن شكرا جزيلا حياكم الله ونعا أحسنتم الآن مع بحث آخر للأستاذ عبد الكريم الشبلي وهو من تونس الطيبة وعنوانه دور الإمام الباقر عليه السلام في رد الاعتبار للسيرة والسنة النبوية وروايتهما أهلنا السلام هو أستاذ متخصص في التاريخ الوسيط له من الخبرة المهنية الكثير فقد سطر لنا بعضا من تدريسياته وأستاذياته في الكثير من المعاهد له العديد من المقالات المنشورة في تونس وخارجها وله نشاطات ومشاركات علمية كثيرة بطبيعة الحال لا يسع المقام لذكرها وهي طويلة نسأل الله التوفيق له تفضل شكرا يجب علينا أن أشكر الجهة الساهرة على تنظيم هذا المؤتمر وتوفير هذه الفرصة للقائكم والحديث عن شخصية الإمام الباقر خامس أئمة أهل البيت عليهم السلام وعظمة دوره في توفيق التراث الإسلام تراث أجداده وتراث النبوي من السنة والسيرة النبوية بالطبع العمل على تاريخ السيرة النبوية وخاصة دور الأئمة عليهم السلام ليس بالعمل الهيين وبعد عقدين من تجربة تدريس السيرة النبوية في جامعة السيدة رقية عليه السلام وفي السيدة زينب جامعة المصطفى وفي الجامعة التونسية حقيقة يدفعنا للتساؤل عن مدى إدراكنا وتحقيقنا وإمامنا بهذا الدور كما يجب وحقيقة نتساءل إن كان فهمنا وهذا الإدراك يرقى إلى الإدراك الحقيقي للأئمة عليهم السلام وتعاطيهم وحقيقة الدور الذي كانوا يلعبونه في تلك الظروف تلك الظرفية الدقيقة والخطيرة جدا واختيار للإمام الباقر عليه السلام في نهاية القرن الأول للهجرة وبداية القرن الثاني في ظل الحظر الأموي والحصار الشديد الذي كان يعاني منه تراث أئمة أهل البيت والتراث النبوي وكذلك باعتبار أن شخصية الإمام الباقر عليه السلام ربما أغلب المسلمين لا يعرفونه ولا يدركون القيمة العظيمة للإمام الباقر عليه السلام ربما أتساءل في البداية كمؤرخ وكمهتم بالسيرة النبوية عن السنن الإلهية التي تحكم هذا الكون وهذا الوجود الإنساني هذه السنن منذ عصر النبوة وعصر الإمامة وتاريخ الإنساني ككل وما كان يفهمه الأيام عليه السلام وأي منطق وأي سنة تحكم هذا التاريخ الإسلامي من سنة التدافع أو آية التدافع لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض آية ما ينفع الناس يمقث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاء آية التداول وتلك الأيام نداولها هناك سنة كثيرة حقيقة يجب أن نمحن فيها وأن نقف عندها وربما أصل إلى نوع من القناعة أن كمؤرخ يصعب توثيق حقيقة السنة بشكل حاسم بشكل نهائي في ظل ندرة الوثيقة في ظل صعوبات التعاطي مع الرواية والكثير بما من التناقضات وبسبب الحظر الذي تواصل مئة وخمسين سنة تقريبا لكن مع ذلك ليس مستحيلا نحن في هذا العصر ندركه أن هناك تقنيات كثيرة تتطور وقادرة على استعادة طور السيرة النبوية وطور تاريخ الأيام معالم السلام وتكنولوجيا هناك بإذن الله مؤشرات كثيرة تدل على قدر على استعادة وإحياء هذه التفاصيل التي لم تنتهي فالمؤرخ الأكاديمي يربط مراحل هذه السيرة النبوية وتفاصيلها ربطا سببيا آليا ربما جافا ربما هو يبحث عن إطار تاريخي غير مكتمل إطار تاريخي محلي يهمل الشأن الدولي أو الشأن الغيبي السيرة النبوية حقيقة لا يمكن أن نشتفها من سياقها الغيبي سيرة الآيامة خاصة لا يمكن أن نعزلهم عن دورهم الرسالي وسياقهم الغيبي الإلهي يخرج السيرة حقيقة عن إطارها ومن مفاهيم ومن سنن عظيمة ربما سادت في مرحلة المعصوم لكنها غيبت للأسف ولا يدركها الكثير من المسلمين قضية الرسالة والعالمية والولاية وحتى مفاهيم الهجرة مفاهيم المواطنة مفاهيم الأخوة فضلا عن النبوة والإمامة وغيرها مفاهيم كثيرة غيبت وابتعدنا عنها ربما وأصبحنا عاجزين عن إدراكها واستحضار استحضارها مفهوما مفاهيميا وكذلك حتى ممارسة ونحن ربما أبعد عن هذا الشأن ربما السيرة لا تطرح إلا في سياق جاف مثال ربما نحن تعاطى عادة مع صحيفة المدينة المنورة كدستور وكمؤسس مرحلي لا هي تؤسس للدولة الإسلامية للدولة الرسالية نتعاطى مع ربما قضايا مرحلية في السيرة النبوية صلح الحديبية أو غيره عقد النبوة أو عقد النبي ونحن أبعد عن إدراك كنه هذا المفهوم للأسف إذن ضاعت مفهيم حفظ الجماعة الصالحة الفئة القليلة المؤمنة ومفهوم ومفهوم المواطنة الولاء الأمة والآخر المولى والحرب أهل الذمة ترون هناك تحول في التعاطي مع المفاهيم الرسالية الأولى وتوجيهها ربما نحو مفاهيم مصطنعة أو مفاهيم طارئة نتيجة تطبيقات منحرفة أقل ما يقال عنها أو تطبيقات تتعلق بسياق سياسي اقتصادي عسكري راجماتي خاصة في القرن في العصر الأموي في القرن الثاني للهجرة إذن ما هو دور الإمام الباقر عليه السلام أمام كل هذه الانحرافات أمام كل هذا التشويه والحضر والتعتيم الذي استهدفته السنة والسيرة النبوية بالطبع لا يمكن إدراك كل أبعاد هذا الدور وحاول باختصار شديد والمقالة موجودة ضمن أعمال المؤتمر حقيقة الإمام الباقر عليه السلام واجه هذا التحريف رغم الحضر رغم المحاصرة الشديدة التي فرضها عليه بن أمية وخاصة هشام بن عبد الملك ونرى أنه الإمام الباقر عليه السلام واجه أقل ما يقال الحزب حسبنا كتاب الله وأن الله كفيل بتعهد شأن هذه الأمة وما إلى ذلك لا الإمام باقر قام بحفظ هذا التراث النبوية قام بحفظ تراث السيرة والسنة لعله القاسم المشترك بين مختلف الأئمة عليه السلام هو تضييق الحكام ومحاصرتهم وتصفيتهم جسديا بالمقابل الإمام كان يمثل الموثق كان يمثل الحافظ والساهر على تدوين المراقب الموجه والمصحح لهذا المسار كان يعمل ثانيا على نشر هذه المعاني العظيمة والمفاهيم الرسالية التي كادت أن تختفي وثالثا كان يعمل على إعداد النخبة أو نواة الجماعة الصالحة القادرة على مواصلة هذا الدور والنيابة عن الأئمة كانوا يستطيعون التواصل والتحول عبر الجغرافية لنشر الروايات الصحيحة والسليمة عن الأئمة ورابعا دور التصحيح دور حفظ مقام النبوة والولاية للرسول خاصة مقام الرسول صلى الله عليه وآله ككاريزمة شخصية عظيمة هو أعظم خلق الله خير الأنام بالمقابل نرى أن معظم روايات السنة في المرحلة التي عاصرها الإمام الباقر كانت تنتقص من هذه الشخصية العظيمة كانت تحارب كانت تشوه هذه الشخصية العظيمة وحري بناء أن نلتفت إلى هذه الكاريزمة التي لم ولن تعوض وهي تجسد كل مفاهيم الرسالة وكل مفاهيم المفاهيم الإلهية الرحانية إذن واجه الأئمة في المدينة المنورة من خلال أساسا جامعة الإمامين الصادقين الإمام السجد عليه السلام كان المؤسس الأول لكن جامعة الإمامين الصادقين تكفلت بتكوين الجماعة الصالحة النخبة المؤمنة من الرواد والمحدثين وكذلك تمثل دورهم في نشر علوم النبوة وأهل البيت عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام في مسيرته الرسالية القصيرة من كربل إلى شهادته بالمدينة المنورة كان يعاني من حصار ومن ملاحقة استدعاء بعد استدعاء وتضييق مع تضييق وتشويه ومحاولة من انتقاس واستهزاء من قبل هشام وغيره لكنه مع ذلك كان ليس صنوا كان معلوما معلوم المكان معلوم هذه القيمة العظمى لدى عهدد كبير من الصحابة الذين عصرهم جابر بن عبد الله ابن عمر ابن سعيد عبد الله ابن جعفة سعيد ابن المسيب ابن الحنفية وغيرهم من عصرهم وكانوا يوثقون مكانته وعلمه وعظمته علم الإمام الباقر عليه السلام نجده في مختلف مصادر المسلمين وتؤكد هذه القيمة الرسالية العظمى ومعظمهم يذكرون يعني السيوطي والزمغشري وغيره يروون عن خامس أئمة أهل البيت يقولون قال محمد من علي أو قال محمد الباقر عليه السلام إذن مقابل تفاقم هذا الانحراف الفكري والعقائدي في هذا العصر الأموي الذي لم ينتهي العصر الأموي ليس مرتبط بعصر محدود أو فترة محدودة كما نقول تلك السنوات الشهر لا العصر الأموي يمتد هو ذهنية هو عقلية وبالمقابل يجب أن نلتفت إلى الذهنية الرسالية التي تتعاطى مع هذا التشوي وهذا التحريف وممارسات اللهو والمجون والترف الترف إن الله لا يحب المترفين وانتهاك الحرومات والعياذ بالله لم يختفي لم ينتهي بل هو يتجدد في كل عصر إذن نرى أنه مثلا الحسن البصري في هذا العصر الأموي ومعاصرين له يرى أنه قد غيروا كل شيء حتى لو خرج عليكم رسول الله صلى الله عليه وآله ما عارف منكم إلا قبلتكم حتى الصلاة تغيروها يعني هذا من شهادات المعاصرين للإمام الباقر لكن أخطر الانحرافات التي ابتليت بها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله بعد رحيله منع الخلفاء رواية ونقل الحديث ولهذا بادر الإمام علي عليه السلام خاصة بتأسيس ما عرف بهذا خط كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وخط نبيه وخط علي وهو ما نجده من مواريث الأئمة والإمام باقر عليه عليه السلام كلما نوقش وكلما تحداه كان يخرج في أي مسألة كان يعرض الكتاب والحديث متعلف يقول هذا خط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله إذن الإمام باقر واصل النهج نهجا رساليا ليس مثلا نهج رواية أو دعاية أو ملتقيات وانزواء لا النهج الرسالي بتأسيس مدرسة الإمامين الصادقين بنشر معارف الإسلام الصحيحة والتصدي لأصحاب الانحرافات وخاصة المغالين وخاصة الإسرائيليات التي بدأت تتسرب للعقائد وروايات السيرة النبوية وشجعها الأمويون وخلفاء الأمويون الأمويين حقيقة تنشجع نشر الإسرائيليات التي تنتقس من مقام النبوة وعظمة الإسلام إذن الإمام كان يستغل مناسبة الحج للقاء المسلمين للقاء العلماء وكان يناقشهم وكان يوجههم ويعمل على تفقيه تلاميذه من علماء تلاميذ أهل البيت عليه السلام ولهذا حتى هشام بن عبد الملك لما استدعاه وحاول أن ربما يحول مجلسه إلى نوع من استهزاء أو نوع من الانتقاس كان الإمام حاضرا بقوة لوجه له الوعظ وكان حاضرا بقوة فكريا وجسديا لينافسه حتى في استهداف استعمال السهم وغيره فالإمام الباقر لم يكن متخاذلا أو متخليا عن دوره الرسالي فكريا سياسيا واجتماعيا لماذا؟ لأن الفترة الأموية اتخلقت انحرافا اجتماعيا كبيرا هذا التباين بين العربي والمولى هذا التباين الطبقي بين الحر والعبد والموالي انتقاس مكانت أمهات الأولاد وأولادهم حقيقة مفاهيم اجتماعية غريبة وعجيبة ما أنزل الله بهم السلطة مخالفة لأبسط بديهيات الإسلام لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى صريح الآيات وصريح القيم الإنسانية خالفوها للوهلة الأولى نتيجة ممارسات خاصة نمط المغازي والانحرافات إذن أخيرا يتجلى هذا الدور الإصلاحي للإمام الباقر من خلال ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الخلفاء بصريح العبارة كان يواجههم بالوعظ وكان يحاول ربما أن يوجه الناس إلى القيادة الحقيقية الرسالية ومكانة أهل البيت بشكل أو بآخر من خلال قوله عليه السلام من أعانن بلساننا بلسانه على عدونا أن تقه الله بحجته يوم موقفه بين يدي الله عز وجل إذن أخيرا الإمام الباقر عليه السلام كان دوره هو إحياء السنة النبوية الشريفة كوسيلة للتغيير ولتأسيس المفاهيم الإسلامية الصحيحة تضمنت مروياته الكثيرة على مفاهيم مكارم الأخلاق والاهتمام بتهذيب النفس وتزكيتها وشجع على إخلاص النية في العمليات الأخلاقية وغيرها ونجد مختلف هذه الروايات لدى بن إسحاق والسيوط وغيرها من المصادر المسلمين وهي تصح الروايات وتحاول أن تعطي الرسول صلى الله عليه وآله مقام الحقيقي المقام الإلهي الذي بوأه وربما من الروايات القليلة التي ذكرت أن المسلمين في آخر حياته حقيقة رواية محاولة اغتياله لدى عودته من تبوغ في ثانية العقبة الإمام عليه السلام أكد هذا الشأن حتى يبين مدى انقلاب كما موجود في الآية الكريمة البعض على عقابهم وطبع كانت مدرسة الإمام باقر من فقهاء ومحدثين من أكبر فقهاء وعلماء أهل البيت عليهم السلام ونجد أن بعض منهم قد عرض عليه وراجعه في ثلاثين ألف حديث وكان يراجع ويصحى وقد أسس أعظم جامعة إسلامية لحفظ وتدوين تراث الإسلام وسيرة نبيه صلى الله عليه وآله وشكرا لكم وعفو على الإطالة شكرا جزيلا لسيد الباحث الأستاذ عبد الكريم الشبلي على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا البحث الذي صدح به بمنزلة الإمامين الصادقين عليهم السلام ومكانتهم في الأمة الإسلامية وكيف أدار الصراع مع بني أمية ومع الفرق المنحرفة والضالة فخرجا من كل ذلك منتصرين يؤسسون لنا منهجا رساليا نتمثله في حياتنا وجوانبنا اليومية وهو الأستاذ المنقب في السيرة النووية نعم نستلم الآن المداخلات نعم تفضل شيخ عادة على اليمين إن شاء الله الدور السلام عليكم ورحمة الله السلام شكرا جزيلا على ما أفضتم به وتحدثتم به وبينتم من دور للإمام الباقر عليه السلام في مواجهة عمليات التحريف التي تعرضت لها السيرة النووية الشريفة ولكن يمكن أن يطرح سؤال حول فقرة مرت في كلامكم ذكرتم أن النهج الأموي في محاربة السيرة ليس منحصرا بالفترة الزمنية التي تولى فيها الأمويون الحكم هل يمكن أن نقول حينئذن أن المسألة هي أعمق وأبعد وتسبق الدور الأموي ابتداء من تلك المقولة التي قالت حسبنا كتاب الله ثم من المقولة الثانية التي منعت تدوين الحديث هاتان الفقرتان سابقتان للعهد الأموي وهو فيما بعد مما سمح بإضافة ما كتب مما سبب تشويها للسيرة النبوية مما يستعمله الأعداء اليوم يعني عندما نجد مثلا ما كتب سلمان رجدي وغيري عن صور من السيرة أليست لها جذور فيما كتب فيما بعد نتيجة تلك المرحلة ومعنى ذلك أن المسألة هي عملية مترابطة في حرف السيرة النبوية ابتدأت حتى من قبل العهد الأموي وشكرا نعم شكرا جزيلا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عفوا أنا عندما أقرأ العنوان عندي إشكال بالعنوان فقط رد الاعتبار للسنة النبوية يفهم أن الإمام عليه السلام كان في مقابل منع تدوين الحديث فرد الاعتبار هو إفشاؤه ونشره أما أنه رد الاعتبار للسيرة السيرة عندما أسمع مفردة السيرة أن السيرة المدونة والتي تعتبر الآن كأنها مصدر أساسي بدأت أيام من منصور فكيف يمكن توجيه هذه العبارة أن الإمام الباقر الذي هو متأخر عفوا متقدم على ما دون من سيرة أنه رد الاعتبار للسيرة النبي صلى الله عليه وآله جزيلا شكرا جزيلا تفضلوا ديار لضيوفه الكرام شكرا جزيلا وكرر الدكتور علي كاظم من جامعة واسط أقول أول ضربة وجهت لمنهج حسبنا كانت على يد الزهراء عليها السلام وقبلها كانت على لسان رسول الله وعند الباري أما عمليا في يوم الخميس يوم الرزية ارتفعت الأصوات حسبنا كتاب الله وهذا ضرب للسنة جملة وتفصيلا بعد أيام جاءت الزهراء إلى مجلس الخلافة فقالت أفي كتاب الله أنك ترث أباك ولا أرث أبي فجاء الكلام من مصدر الخلافة سمعت أباك يقول بعاد الاحتجاج بالسنة رسميا هذه الضربة طبعا ليست مني وإنما أسنتها إلى سمحت السيد محمد رضي شرف الدين الضربة التي قبلها يوم الرزية ولعل الكثيرين لا ينتبه إليها عندما قال الرسول قوموا عني فإنه لا ينبغي عند نبي خلاف هذه ضربة لما صدر منهم والضربة الأكبر عندما جاء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي والصوت ليس فقط الفيزيائي الطبيعي وإنما الصوت بمعنى أن يكون رأي لأحد فوق أو قبال رأي رسول الله أما تأصيل المنهج فكان على عهد رسول الله عندما يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فيقولون هذا منك أمن ربك والله يقول ما آتاكم النبي فخذوا ما ينطق عن الهوى إلى آخره شكرا بوركته دامة وفيقك تفضل جنابي الشيخ نحن نشجع على المشاركات الجديدة نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه الطهرين جزيز اللهم صلى على محمد جزيز شكر جناب الدكتور عبد الكريم حفظكم الله جناب الدكتور عفوا كما تعلمون ويعلم الجميع أن حكام بني أمية لما استلموا الحكم زووا أهل البيت وغيبوا حديثهم ورواياتهم فما فتح المجال لكثير من الانحرافات سواء كان باسم الإسلام أو حتى غير الإسلام بعض من الاتجاهات لغير المسألة التي دعت إلى الإلحاد مثال أبو شاكر الديصاني وأضرابه لا أدري هل كان في طيات بحثكم إشارة لهذا الأمر أم لا بزاكم الله أخير نعم أحسنتم تفضل الجناة بسلام سأل المداخلات نختصر بها تفضل الدكتور شكرا لإخوة المتداخلين ونحن نستفيد من هذا النقاش الشيخ أشار إلى النهج الأموي حقيقة وحزب حسبنا كتاب الله لا يتعلق بفترة النبوة كما أن السيرة النبوية في حد ذاتها عندما نتحدث عن التأسيس الرسمي للدولة في عهد المنصور في حوالي مية وخمس وخمسين هجرية نفس الشيء تقريبا نحن نتحدث عن جوهر وعمق هذا النهج الأموي الذي حاصر وحاول أن يصنع البدائل كعب الأحبار وهب منبه هؤلاء إسرائيليين هؤلاء هم الذين شوهوا السيرة النبوية وغرسوا فيها شبهات لن تحل إلى قيام الساعة صدقون يعني لا يزال نهج كامل يتمسك بهذه الروايات ويعتبرونها من أسس الدين رغم انتقاسها من مقام النبي صلى الله عليه وآله وفقط أنا أقول مثلا نتصور فقط وضع السيرة النبوية لو لا دور أئمة أهل البيت وخاصة الإمام باقر عليه السلام نتصور حقيقة في غياب هذه المواجهة منذ البداية لأن تأسيس السيرة في 150 هجريا زمن المنصور هو في الحقيقة يختزل أو يتجاوز ما قام به بن أمية الذين كانوا يتسامرون مع كعب الأحبار ووهب منبه وغيره عبيدة بن شارية الجرهم وغيرهم الذين نشروا عقاد الجاهلية وأيام الجاهلية وأنبياء بني إسرائيل والإسرائيليات بشكل يصنع نوع من الخليط ونوع من التشويش على السيرة النبوية فالإمام السجاد ثم الإمام الباقر والإمام الصادق الإمامين الصادقين جامعة أهل البيت في المدينة المنورة كانت كفيلة بمواجهة هذا التأسيس بالطبع التأسيس هو مرحلي لم يكن في عصر منصور فقط هو تأسيس مرحلي هناك تدرج في إعلان هذا النهج الموثق والذي يتعبد به للأسف غالبية المسلمين إلى اليوم إذن ينبغي رد الاعتبار للسيرة النبوية ينبغي على كل ذي نفس وكل عقل رشيد أن يعمل على تصحيح ما يقدر تصحيحه بالطبع أنا تحدثت في ذن المقالة على محاربة نهج بعض المغالين ونهج أهل الأهواء الإمام باقي عليه السلام تصدى لهذه النمائج وذكرت بعض النماذج غير الضيصاني حقيقة وبالطبع هذه هي النماذج إنما تمشي في سياق واحد مع تحريف السنة النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وآله شكرا جزيلا لسيد الباحث على هذه الإفاضة وعلى ما قدم وأبدع شكرا لكم سيد الفاضة يا الله تكناع الآن مع البحث الأخير في هذه الجلسة وهو عنوانه التربية العقدية في سلوك الآل المحمدي الإمام محمد الباقر عليه السلام الموذجا للأستاذ الدكتور تيسير حميد عبل فليتفضل مشكورا الأستاذ تيسير هو أستاذ دكتور من جامعة البصرة كلية القانون وهو له الكثير من البحوث العلمية المنشورة والندوات العلمية والمؤتمرات وله دورات في حقوق الإنسان وله كتب مؤلفة أكثر من خمسة كتب وله مشاركات أيضا عديدة ننتظره بفارغ الصبر لكي يتحفنا بهذا البحث القيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال يا جابر إنك ستعيش لترى رجلا من أولادي اسمه على اسمي يبقر العلم بقرة فإذا رأيته يقرأه مني السلام فلما دخل الباقر سلام الله عليه على جابر فعرفه وانتسبه فقام له واعتنقه وقال له رسول الله جدك رسول الله يقرأك السلام السادة الحضور بمختلف المسميات والمقامات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من البصرة الفيحاء إلى أرض التضحية والفداء كربلاء المقدس جئناكم ببحثنا المتواضع هذا التربية العقدية في السلوك المحمدي الإمام الباقر نموذجا قال النبي صلى الله عليه من لا يشكر الناس لا يشكر الله أتقدم بشكر جزيل إلى الأمان العام لعتب العباسي المقدسة ومركز الصادقين للدراسات والبحث والتحقيق وعلى القائمين على مؤتمر الإمام الباقر الشكر الجزيل لسماحهم وموافقتهم لمشاركتنا بورقتنا البحثية على وجه الخصوص الشيخ حمد الشمري واللجنة العلمية والسيد مؤمل فالشكر الجزيل لهم بداية مؤتمرنا اليوم عن الإمام الباقر سلام الله عليه هذه الشخصية التي أجمعت جميع فقهاء المذاهب الخمسة على علوي كعبها وعظمة شأنها الفكري والتربوي وحاول قدر الإمكان أن أبدأ بأقوال بعض العلماء في هذه الشخصية العظيمة التي اجتمعنا اليوم من أجلها أذكر منها كل مذهب أأخذ أحد أقوال العلماء فيه أبدأ في قول محمد الجزري أنه قال أبي جعفر الباقر كان يبقر العلم وعرف ظاهره وخفيه وكان سيد بني هاشم علما وفضلا وسنة كما قال كمال الدين الشافعي هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه ومتوفق زرره وراضعه صفى قلبه وزكى عمله وطهرت نفسه وشرفت أخلاقه وعمرت بطاعة الله أوقاته وارسخت في مقام التقوى قدمه فظهر عليه سمات الأزلاف وطهرت الاحتباب فالمناقب تسبق إليه والصفات تشرف به وقال الدعاعي إدريس القرشي المالكي هو أول من حاز شرف الأصلين واجتمعت له ولادة الحسني والحسين ونشأوا على الفضل والطهار والرئاسة والسيادة والعلم واحتدى لسيرة آبائه الطاهرين ولم يزل في درجات الفضل متنقلا وللمفاخر السامية متوغلا وقال عنه محمد الصبان الحنفي هو صاحب المعارف وأخو الدقائق واللطائف ظهرت كراماته وكثرت في السلوك إشاراته ولقب بالباقر لأنه بقر العلم أي شقه فعرفه أصله وخفية وقال ابن أبي الحديد كان سيد الفقهاء كان سيد فقهاء لحجاز ومنه ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه وهو الملقب بالباقر قبل خلقه إذ لقبه به رسول الله صلى الله عليه وهو لم يخلق بشرا ووعد به جابر ورعاه وقال عنه الشيخ المفيد كان الباقر من بين أخوانه خليفة أبيه ووصيه والقائم بالإمام من بعده وبرز على جماعته بالفضل في العلم والزهد والسؤدد وكان أنبأهم ذكرى وأجلهم في العامة والخاصة وعظمهم قدرا ولم يظهر على أحد من ولد الحسن والحسين من علم الدين والآثار والسنة وعلم القرآن والسيرة وفنون الآداب ما ظهر من أبي جعفر وروا عنه معالم الدين وبقايا الصحابة وجوه التابعين ورؤساء الفقهاء المسلمين وصار الفضل به علما لأهله تضرب به الأمثال وتسمم بوصفه الآثار والأشعار وقال الطبرسي لقد اشتهر إمامنا المعصوم في العالم تبرزه على الخلق في العلم والزهد والشرف ما لم يؤثر على أحد من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله من علم القرآن والآثار والسنن وأنواع العلم والحكم والآذاب وما أثر عنه واختلف إليه كبار الصحابة ووجوه التابعين وفقهاء المسلمين وعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يولد فهو القائد الرباني والرسالي ومسؤول حتم ومسؤوليته حتمت عليه أن يتصدى لجميع الأفكار المنحرفة إذ كانت معركة الطفء إن كانت انتهت انتهت جسديا إلا أنها لم تنتهي فكريا فحاولوا بني أمية في تلك الحقبة الزمنية استمرار في إظهار الزيف وتسميم الأفكار بالإنحرافات العقدية فكان موضوع بحثنا هو التربية العقدية في عند السلوك في السلوك المحمدي الإمام الباقر الموذجا وكانت دراستي تختلف عن الدراسة الحوزوية إذ تناولتها بجانب موضوعي إذ قسمت الدراسة إلى مبحثين تناولت فيها بالمبحث الأول إلى مفهوم التربية بشكلها العامي والإسلامية ومن ثم تناولنا إلى شخصية إمامنا الباقر سلام الله عليه في التربية العقدية على وجه الخصوص ونسمح لي الوقت أن أوجز فكرة البحث بالنسبة لدراسة الدراسة تدلع الله يحفظكم إن شاء الله بعيوني بالنسبة لدراستنا لشخصية الإمام الباقر كانت الدراسة المنهجية المعتبرة في الجامعات أن نأخذ بتقسيم الفصول إلى مباحث ومطالب وفروع وهكذا فكانت دراستنا دراسة موضوعية بحته في تناول الإمام الباقر من حيث التناول العقدي بعيدا عن الروايات فتناولنا قدر الإمكان الدراسة الفكرية للإمام الباقر سلام الله عليه ففي عهده عليه السلام انتشرت بودعي والتشويه الفكري لبني أمية لعامة الناس وكانت هذه الأفكار وهذه المسميات التي قد ظهرت على شكل فرق مدعومة من السلطة أنذاك كالمرجئة والقدرية والمفوضة والغلاث ونحاول قدر الإمكان بأن نعرض أفكار المرجئة الذين يحاولون قدر الإمكان أن يسلطون الضوء بأن الإنسان ليس مسؤول عن أعمال ما سبقه وإنهم لا يحاولون قدر الإمكان معرفة ما حدث ما بين السابقين كان يكون ما حدث ما حدث بين أمير موني علي بن وي طالب ومعاوية وإذ يقولون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم فهم رجال سبقنا والأمر مرجوع إلى الله فهذه الفرقة المرجئة كذلك نشأت بجانبها ما يعرف بالقدرية التي تقول بأن الحاكم إنما يأتي إلى الحكم بأمر الله أي الجبر ونحن لا نستطيع مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى ومن هذا نجد شاهد بسيط قول يزيد للعقيل زينب ما رأيتي بصنع الله بالحسين فهذا معناه بأن الإنسان لا يخلق أفعاله بدليل قوله تعالى خالقوا كل شيء لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون فحاولوا قدر الإمكان بأن يجعلون بأن الإنسان هو خالق لأفعاله الإنسان غير مسؤول هو خالق لأفعاله لكنه غير مسؤول عنها لأنه مفوض بالقدر وكذلك المفوض أي أن أفعال العباد مفوضة إليهم وهم الفاعلون لها وكذلك الغلات هذه أبرز المذاهب التي كانت مسيطرة على الفكر في تلك الحقبة فكان عليه السلام من واجبه أن يدحض هذه الأفكار فكان الإمام عليه السلام هو القائد الرباني وخليفة الله في أرضه وخليفة رسول الله والمسؤول عن دين ذا فكانت الوسائل التي أظهرها في الدفاع عن العقيدة الإسلامية أو جزناها في عدة أمور أولها إعلان موقفه موقف صريح من هذه الفرق وكذلك مروجيها إذ قام عليه السلام بفضحهم وتحذير الناس من سمومهم والتبرئ منهم واللعنة عليهم كذلك قوله لعن الله المغير ابن سعيد كان يكذب علينا وكذلك لعنه الله يحفظ لا شك أن البحث فيه الكثير من المضامين المهمة ولكن لضيق الوقت لا يسع نحاول قدر المكان تصليط الضوء على كذا بس محسنتم كذلك قام الإمام عليه السلام ببث علوم والأفكار الصحيحة والعقائد السليمة منها بأن في التفويض كان يقول إياك أن تقول بالتفويض فإن الله عز وجل لم يفوض أمرا إلى خالقه وهنا وضع وهنا وضعفا ولا أجبرهم على معاصيه ظلم وكذلك بأن قام الإمام عليه السلام بتربية مجموعة من العلماء على رسم ابنه الصادق وأخيه زيد ومن ضمن العلماء الذين كان من أبرز علمائه جابر بن يزيد الجعفي وأبان ابن تغلب ومحمد بن مسلم وزرار ابن عين وغيرهم فكانت هذه الحركات التصحيحية التي قام بها الباقر عليه السلام أتت أكلها في زمن ابنه الإمام الصادق سلام الله عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى الإم الميامين وعلى من نحن في حضرته مجتمعين نعم الأخ المواسي عن أخيه والمدافع بالفضل عباس والسلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أصحاب الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لسيد الباحث على همته وجهده في إبداء ما عنا له من معلومات في هذا الباحث شكرا جزيلا له يعني الوقت جدا ضيق نستمع لمداخلة واحدة نكتفي بسماحة الشيخ تفضل السلام عليكم ورحمة الله يوجد نقطتان أود التحدث عنهما الأولى لعله كان من الأنسب أن يكون الحديث باللغة العامية بدل الفصحى ليكون أبلغ بالتأثير لأن مش الإشكاليات الأخطاء في اللغة تؤثر على مضمون الموضوع عند السامع هذه نقطة أولى النقطة الثانية ورد في كلامكم أن البحث حول ما أتى عن الإمام باقر عليه السلام حول ما أسميتموه بالتربية العقدية كان بعيدا عن الروايات فماذا تقصدون بعيدا عن الروايات كان هو من يواجه الأفكار المنحرفة كما بيّنتم في كلامكم ولكن بعيدا عن أي روايات لأن ما وصلنا عنه من ذلك هو الروايات فما تقصدون بذلك وشكراً نعم أحسنتم جنابي الشيء شكراً جزيلاً إلى جنابكم الكريم جنابكم الكريم شيخنا بأن الكلام العامي في محفل كهذا لا يوصل مفهوم البحث ولا دقته هذا جانب الجانب الآخر أقصد بأن هناك الإمام الباقر قد قال لصاً بأن هناك من كذب علينا فحاولنا قد الإمكان بأن تسليط الضوء بأن الإمام الباقر كان يحاول الفكر قبل أن يحاول الرواية فلذلك كان يوجه أنصاره وأتباعه وتلاميذه بأن مواجهة الناس فكرياً وكذلك إيصال لهم الفكرة عن طريق التوعية العقلية والسلام عليكم شكراً جزيلاً للسيد الباحث والشكر الجزيل الموصول للسادة الحضور على مشاركاتهم وتفاعلهم وعلى حسن إصغائهم واستماعهم لا شك قد أغنوا الباحثين والمؤتمرين بالملاحظات القيمة لهم الشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً لكل باحث وحاضر وسامع ومساهم في إنجاح هذا المؤتمر باسم إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه الذي أقيمه ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني الذي تقيمه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة رزقنا الله وإياكم التوفيق للسير على نهج إمامنا الباقر في الدنيا وأن لا يحرمنا من شفاعته في الآخرة بفضله وبفضل الصلوات العاليات على محمد وآل محمد تنويه ندعوكم في يوم الغد إن شاء الله في الساعة الثانية مساء لحضور الممارسة الولائية وقراءة زيارة مولانا أبي الفضل العباسي عليه السلام في صحن العتبة العباسية المقدسة هذه دعوة الساعة الثانية مساء إن شاء الله بإذنه تعالى نعم أنا أحجيها أي أمو بخدمتكم إن شاء الله يعني أيضا رح يكوني بتنويه إن شاء الله صباح يوم الغد بإذنه تعالى بعد الجلسة الصباحية التي أيضا ستبدأ الجلسة الصباحية في يوم الغد ستبدأ ساعة التاسعة صباحا باسم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نعم تمام الثانية بعد الظهر نعم بخدمتكم هذه دعوة للدكتور عباس الددى رئيس هيئة التربية والتعليم وعضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة ليشاركنا تكريم السادة الباحثين الكرام يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد تكريم لسماحة الشيخ جاسم الوائلي المحترم يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد تكريم لجناب الدكتور حكيم السلطاني المحترم يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد تكريم للدكتور كريم جهاد الحساني المحترم موجود إن شاء الله أومي ينوب عنه حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم نحيي بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد مفور الشكر والامتنان جناب الدكتور عباس الددى رئيس هيئة التربية والتعليم وعضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة على هذه المشاركة هذه دعوة للأستاذ الحاد جواد الحسناوي عضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة ليشاركنا هذا التكريم يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد الأستاذ الدكتور تيسير أحمد العابدي المحترم حياكم الله نحيي بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد فضيلة الشيخ محمد عبد الكاظم المضفر المحترم أو من ينوب عنه موجود حياكم الله نحيي بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد فضيلة الشيخ محمد علي الصالح المحترم أياكم الله نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد مفور الشكر والامتنالي أستاذ الحاج جواد الحسناوي عضو مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة على هذه المشاركة الطيبة هذه دعوة للأستاذ الدكتور السيد أفضل الشام المحترم مدير مكتب سماحة السيد المتولي الشرعي في العتبة العباسية المقدسة ليشاركنا هذا التكريم أذن هذه دعوة للسيد نأب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة حياكم الله المهندس الأستاذ عباس موسى ليشاركنا هذا التكريم يتفضل محيي بالصلوات العالية على محمد وآل محمد تكريم للأستاذ الدكتور عبد الكريم الشبلي المحترم يتفضل حياكم الله جناب الدكتور يتفضل محيي بالصلوات العالية على محمد وآل محمد الأستاذ الدكتور كريم نوماس محمد موجودة إن شاء الله حياكم الله نحييها بالصلوات العالية على محمد وآل محمد الأستاذ الدكتور خالد جبار الحسني المحترم حياكم الله رضيلة الشيخ نحييه بالصلوات العالية على محمد وآل محمد تكريم للأستاذ الدكتور حوراء عباس المحترمة موجودة إن شاء الله حياكم الله نحييها بالصلوات العالية على محمد وآل محمد الشكر موصول للسيد نائب الأمين العام العتبة العباسية المقدسة الأستاذ المهندس عباس موسى على هذه المشاركة الطيبة هذه دعوة لسماحة السيد عماد الجابري مدير مركز الصادقين عليهم السلام يشاركنا هذا التكريم يتفضل محيي بالصلوات العالية على محمد وآل محمد تكريم سماحة السيد صبيح هاشم المحترم سماحة السيد موجود أو من ينوب عنه حياكم الله سيدنا يتفضل محيي بالصلوات العالية على محمد وآل محمد شكرا وتقدير الأستاذ المساعد الدكتور عبد الحليم جبر نزال المحترم حياكم الله دكتورنا الكريم يتفضل محيي بالصلوات العالية على محمد وآل محمد شكرا وتقدير الأستاذ المساعد الدكتور عقيل صادق الأسدي المحترم موجود إن شاء الله نيابة عن إن شاء الله أيضا نحييه مرة أخرى بالصلوات العالية على محمد وآل محمد نعم عياكم الله شكرا جزيلا بسماحة السيد عماد الجابري على هذه المشاركة الطيبة مدير مركز الصادقين عليهم السلام شكرا جزيلا لهذا الحضور الكريم ونذكر إن شاء الله في دعوة يوم الغد الساعة التاسعة صباحا بإذنه تعالى بحضور مؤتمر إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ونختم بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد هذه دعوة للسادة الكرام أساتذتي للتفضل والتبرك بمضيف مولانا أبي الفضل عباسي عليه السلام على وجبة العشاء أسأل الله لكم العافية وزيارة مقبولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر